ونرى المشكلة عندنا ايه وليه هم عملين الروتنج دي اساسي لو جينا بتاعنا هوت الباكت ريسر جيبت الروترين مثلا 2800 اوه وجيبت سويتشين اوه 2960 الشركة دي كده بتتكون من فراعين تمام فراعين ريموت لي عن بعض بعض عن بعضهم وجيت هنا جيبت ايه جيبت جهازين كمبيوتر كده هحطوهم في كل نتورك عشان اتشايك بيهم كده الشبكة الشغالة هوصل كابلات السريت ما بين الروتر والسويتش وما بين السويتش والجايز اوه كده هذا الفاست وبعدين هنا اهو فاست زيرو على واحد وهنا فاست زيرو اهو بين الروترات هايز اوصل خط الاسدلاين طيب الروتر 2800 عارفين انه ما فيهوش سيريال فاخش اركبه سيريال كده في الاول هاو هاجي افصل الروتر باور واجيب كارت ويك هاو واشغل الروتر هاجي اليمة التانية افصل الروتر باور واجيب كارت ويك هاو وحطوه في المكان بتاع عصاقه كان هنا او هنا او هنا او هنا اي سلوت انت عايزه كله سلوت من دول بيبقى له ايه راقم فاحطوه هنا او واشغل الروتر تمام طيب انا عايز الكلو كريت يكون فين في اي اتجاه انت عايزه اهو ده كابل الدي سي اي او وهبدأ توصيل سواء من هنا او من هنا زي ما انت عايز بس المكان اللي هتبدأ منه توصيل هو اللي هتكتب عنده كومن ده كلو كريت تمام اهو طيب انا عندي هنا كم شبكة كل رجل من رجول الروتر معروف ان هي ايه شبكة فتعدي كده معايا واحد اتنين تلاتة فأنا عندي كده تلاتة بروتقاص دومين او 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 ادى شبكة صح بيجي رجل ايه ادى التانية هم مشتركين فيها الشبكة دي الاتنين مشتركين فيها ادى التالت اهم حاجة لما تروح الروتر الواحد ما يبقاش الرجول بتاعته تمام كده اتنين منهم او ثلاثة او اين كان العدد وقع في نفس الشبكة الراوتر هو لوكام انترفيس 2 واحده يبقى في وقع في شبكة اليمين والتاني يقع في شبكة الشمال الانترفيس بتاع الراوتر واحده يقع في اليمين والتاني يقع في شمال هحط النتورك ايدي للشبكة دي 192 168 106 24 هحط النتورك ايدي للشبكة دي 192 168 20 0 24 هحط الايدي بتاع الشبكة دي اهو طيب علشان الراوتر يفهم الشبكة بتاعته يبقى لازم اخش احط الانترفيس اي بي وده اللي هعمله حال هحط الانترفيس اي بي هي الشبكة مسلا على سبيل المثال 1 024 دي شغاله من كام لكام لو جيب بصيت كده هتلاقي 192 168 1024 منطقة البساطة هو 24 بيت للنتورك وضلك كان بيت للهوست 8 بيت للهوست صح الكلام كده يبقى البروتكاست كنت أجيبه إزاي حد فاكر البروتكاست كنت أجيبه إزاي الله يكلمك البيت الثمانية وحطبه حال أو أجيب السابنة ماسك وأطرحه من 4255 السابنة ماسك 24 يعني كام 255 بالظبط كده اهو لو طرحت ده من 4255 هيديك 0 اللي اخدناه في أول يوم 0 0 255 اجمعهم بقى لرقم الشبكة يبقى عندك البروتكاست بتاع الشبكة دي 192 يعني 0 192 192 168 ومن 0 168 الواحد والزيرو بكام واحد الزيرو 255 بكام 255 بقى دي شبكة بتاعتي وده البروتكاست بتاعها أول IP زودة على رقم الشبكة واحد اللي هيبه كام 192 168 واحد واحد آخر IP اترحمة البروتكاست واحد اهو دي كلها أجهزة جوى الشبكة دي اللي بيسموها valid host IP اللي هو 2 وح نقص كام نقص 2 اللي بطير رقم الشبكة وبطير البروتكاست تمام يفضل ان انت وانت بتحط ال IP للراوتر سيسكو بتقولك recommended تحط اول واحد بس تمام طيب على كده نشوف مع بعضنا ازاي بنحط IP للراوتر دي كلها راوتر اهو CLI بتاعه اقول له NO Enable Configure Terminal عدد تقصر الراوتر بتاعي باسم السيطة اللي هو واحد فيه فاكتب host name مثلا وليكن طمط اهو باسم السيطة اللي هو واحد فيه switch باسم الدور اللي هو موجود فيه اللي هو floor 1 floor 2 floor 3 ها كذا يبقى host name ايه تند بعدين اخش على الانترفيس اهو بعدين نوح بعدين رقم اقول له IP address بالك ان الشبكة دي دلوقتي هقلبها IP version 6 يعني هقول لنا اعيز اقوله هقلبها IP version 6 فانت عليك IP version 4 وIP version 6 تخدت البيزي بتالي IP version 6 في السمسر الاولين تمام فهخش احط IP version 6 واشغال IP version 6 طيب IP address 192 168 واحد واحد صبنة ماسك بتاعي اهو فيه comment اسمه description ممكن تلاقي في الكتب لو انت رجع اي سيكتب اي comment اي سيكتب اي مرحوظ على الانترفيس دي فبكتب description تمام هو comment مش ايه مش مهم فقامل نوش انتظر يوضح في السمسر الانترفيس انتظر انتظر لانتظر اللمبة بتاعه من 30 ل50 ثانية عشان انتظر اما اللمبة بتاع راوتر تنور اخضر تمام اي بي لفضل لكي يتحول دي سي ايه دي سي ايه دي سي ايه المودم بتاع الترانسوميشن هو اللي بيشغل دي سي ايه لما يبقاش في مودم ونختار سيريال من السيريال اللي عندنا يبقى يشتغل هو دي سي ايه اللي هو سيريال اليمة الكميل تمام مفكرين اول يوم طيب هاجي هنا هو واقول له اجزت انترفيس سيريال زيرو والتنين علي ايه علي زيرو kien،ي بيeaderness 168 اثنين واحد مفكرين 55 الخمسة وخمسين، 0 من هالك دورicos 64 الف بيت برساكت عاربين ان المword يохرير ال staying through و있는 عالتís بعدing معروفه م Schonet من انت مدة إذا أردت كلوك ريت كده وعايز تراف القيم اعمل كوتشان ايه كوتشان مارك بس فديه حاجات محددة على حسب الأجهزة بتاعت الترانسميشن تمام كده؟ حاجات ثابتة فما ينفعش اكتب اي قيمة كده من دماغي لازم نختار اي قيمة من دول واخدنا مع بعضنا الكولوكينج عبارة عن ايه؟ عن سرعة نقل البتات في الكبل أما البندويتس هي عبارة عن الكباستي بتاعتك تمام؟ بعدين بعد ما خلصت كده هعمل ايه؟ نوشت دون فقال لك تشينج ستيت دون فالمفروض يقوله تشينج ستيت دون بسك منك لسه مقومش الانترفيس اللي قدامها فبتبقى دون غير بتاعت السويتش السويتش الانترفيس بتاعته زي ما انتم عارفين على طول بتبقى ايه؟ نوشت دون فلما بتعمل اي بي للراوتر في الانترفيس اللي يامت السويتش فبتلاقى تنور اخضر عطور ليه؟ لان اللمبة بتاع السويتش اللي قدامها منورة صح كده؟ نعم صح كده؟ ليش لما بتسويتش على طول ايه؟ صح كده؟ هي سيجنل هي لقطة سيجنل دون وقت فهي تنور اما بتاعت السرية لازم انتحط اي بي لقداما عشان اللينك ده ينور فروح الانترفيس اللي يامت التاني اهو وحط اي بي للانترفيس الانترفيس تعالوا بس ناخد الحاجات دي كوب كده؟ اهو اهو اقولي اهو ا انا احطوا لكم بالح اهود اهمعين؟ والله ا احطت حاجات كتير اهو بالح ما فيش هيارف ainda والله رأسًا لهم ليكوا بائدتي Brigitte فيه سافياتكнак hak measurement وتبعيات ان رابطوا حروص نيجي نعمل فاجانة من مشرو terr Unternehmen باش عارفو مشكلة ي portion فير عادين они الله سهيد يديك مساعدت من أجلها يجب ان يساعد من أجل المؤاجرين لكي السرعة اه انا بقولك انا الكويت شامورك ده على حسب ما انتكتبها فين نعم اه حسب بالنسبة بتطرس المؤجرين لك الدايرة انما هنا انا انشغال كله فلا بختار واحدة من دول فاهماني انت كتابت رقمها كده لان انت موصلها ما بين راوتر و راوتر بسيريل اه انا كنت ممكن اوصل ما بين راوتر و راوتر بفاست ففي الحالة دي هفرمك فاست صح الكلام انما انا رابطتم دوات سيريال فهفرمك سيريال على حسب اللي انت موصله الفاست هي ماشي كمية متر بس السيريال لا طبعا فيبر بقى فانا عايز اقولك ان فيكو النيكشن وان هنا يعني ها عشان انت موصل نفس البرت لا مش شرط وده كان سؤال برضو الموصلة مناور ممكن اه اهو بس ضبط انا ممكن هنا سيريال زيرو على الثاني على زيرو وداما اليمن هانت تنين سيريال زيرو على الثاني على واحد ده الاي دي ده الاي دي اه لا ده الاي دي بتاع الراوتر في الراوتر الثاني تمام لا لا والله ان انت كان بس لشان ازبطها لا مش صدفة هي صدفة اهو هي صدفة اهو طبعا نروح للراوتر الثاني بقى ونعمله الراوتر الاولاني كان في طانطا الراوتر الثاني هيبقى فين فقهر او 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 حلو كده نخش على الانترفيس بزاحته اهو فاست زيرو على ايه على زيرو او يبقى ادرس شايفين الفاست فين يا شباب اهي نحي التاني هي يعني جوه شبكة كام ثلاثة هدلها اي بي من الشبكة دي ثلاثة واحد طبعا الشبكة الثلاثة زيرو دي مقدرش يستخدمها هدها الاي دي بتاع الشبكة مبقدرش ايه مبقدرش يستخدمها فهدلها ثلاثة واحد اهو او يبقى ادرس مية اتنين وتسعين مية تبانية وستين ثلاثة واحد اهو ونقول له ايه نوشت دمك بعدين اجزت الانترفيس اللي في النص اسمها ايه سيريا زيرو على اتنين على ايه على واحد بقى صح؟ ده رقم اهو انا غيرته اهي اي رقم خلاص؟ ده رقم الانترفيس على الراوتر وممكن يكون عند راوتر اساسا بوصل فيه ميديول واحد فبقى سيريا زيرو على واحد سيريا زيرو على اتنين ده رقم الانترفيس جوه الراوتر طيب هخش ادلها يا شباب اي بي بقى اهو اقول له اي بي ادرس مية اتنين وتسعين مية ثمانية وستين اتنين اتنين صح كده؟ اهو اهو لان اتنين واحد ادتها للمين اللي قديمه اليام التاني مفيش كلوك ريت وحتى لو كتبت كلوك ريت مش يعمل لك حاجة نقل فكتة ياخده منك وخلاص تمام؟ اهو فقال لك تشينج ستيتو ايه؟ طب مش معنى هنا ابو هناك اندون استنيت انك انتزبطها المفتوح خلاص؟ لو جينا اخذنا كده كوبي زي الفول اهو راوتر التاني اسمه ايه اسمه كيرو احسابه 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 انت عملت كده البيزي الكون فيجريشن هل معنى ذلك لو انا حطيت هنا اي بي وهنا اي بي الناس هصلت مع بعضيها تعال كده نشوف مع بعضنا احط هنا اي بي هم الشبكة اللي هو واقع فيه اللي هي شبكة واحد زيرو وادلوا الاي بي بتاع الراوتر كجيت وي ده يا جماعة رقم الانترفيس على الراوتر بتاعته هو الناحية التانية موجود شبكة كام تلاتة ادلوا اي بي من شبكة تلاتة اهو اهو حلو كده اجهز اخيره Bullalez صحة كده من الى الجهاز اخرين اخرى عالى الجهاز او ده احط الجهاز just like ip سأتكون اعمل double click على الد準備لات ل Fernandez وبعدها اقول له اي اي ما تطير тесьب اخير الى transparency ماشي تب فى الواقع انا усجل الى ال لاي بي مثل الانترفضي او open networking & sharing center طائ Tremblah Like.... ـ بعدين properties وبعدها ابثكر في الانترفضي ثم سأضع الباكتراسر الموضوع مختلف ثم سأضع الباكتراسر هل يستطيع أن يصلوا لبعض؟ سويتشات سويتشات لا تطيع الباكتراسر سأقسمون فيلانات فأنا أريد أن أقوم بعمل فيلان وديه فيلان عادي جيدة، لا يوجد مشكلة سأخذ روتينج الآن وراتنا بإمكانه الأمام فأنا لا أريد أن اقوم بعمل فيلانات أو أي شيء وفي الوطن المتحدث لا يوجد خوف منه وفي الأول ما تضعها بإمكانه تستعمل هل يمكن أن يوصله إلى بعض؟ يعني أنا يمكن أن اوصل إلى راجل القاهرة يتعلي أن يكون هم نحن نبدأ القصة التي سنتحدث فيها ايه القصة اللي هنتكلم فيها حضرتك لو جبت دلوقتي باكت من هنا الهنا فالباكت دي لو جيته تقرر اللي فيها يعني لو جيته تقرر اللي في الباكت سواني كده عليها طبعا ازاي بتلغي الباكت باشمون ديس اهو اهو من هنا يعني هي بتبقى كده عندك في باكت تريسر طاطع السهم ده ودليت عشان تلغي الباكت اللي كانت قابليه بصوا 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 اهو بص بص كده بص كده مش ديك الباكت اهي انا عايزة الغي الباكت اللي هاي هجيب السهم من جوه شايفها اهو 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 سامة اهو تحت 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 خلص اهو شو دغطة اهو الباكت اهيه اعلم عليها ودليت راس كده الباكت ديو طارت يعني اهو انتم شايفين الرسمة شايفينها الشاشة هممم بيش خاصة برسكنة طيب اللي بوضحوا لبس هسانة باباكت متوقع انتم شايفين الرسمة ديو الضرف المفتوح. اللذي تريد ان تغيره الإستخدام باقينات. بحيث تغيرها في الإمي و تغيرها في الكرت معين. تغيرها في الإنفورميشن باقي. انظروا من هنا يا شباب. أنا أريد فكون يتركز في هذه المرات. أولا هتجدوا برقب من الجاهز. صح؟ رقم الجهاز ذا السورس ماك المك بتاع ده المك بتاع ده السورس ماك اهو شايفانه من الفوق ده المك بتاع ده المك بتاع الجتوي بتاعتي صح هو عمل قرب وخلص تمام هو عمل قرب وخلص انا عملت سميولايشن وورايل TIM وسميولايل TIM حتىYO هاتي بيقولك ده هو جيبه من قرب اهو اهو النكست ay pe address القارب راح جابه ما اعرفش ايه يبقى映ارب i-b بتاع ال end to end بتاعي انا وبتاعي جهاز الياهو اللي هناك اللي بكنمه ده élصور au-b Soyware اما Ilmarib مالبساي وساد引ار مك off ال mineBig All متاعي الجتوية اللي بعدي طب والسويتش يا عم السويتش مش موجود السويتش جهاز Transparent هيترنت الانكودينج بتاع الاثرنت مش الباكت بيبقى layer 3 تمام اللي هو network clear وبعدين layer 2 detailing clear وبعدين layer 3 دي هو شوية الاسفار الاسفار بتاعتنا دي frame ethernet تمام اللي هو stream of bit physical light خارج من port ethernet حضراتكو لو انتوا حتى دلوقتي شفتوا الماك هتلاقهم لازاي ده الماك هوا 0060 اكتبوه كده عندكم 0060 اللي هو destination mac تمام 70 70 051 051 الماك ده بتاع مين يا شباب بتاع ادي اللي هو اسمها ايه فاصل زيرو على زيرو علشان حضرتك تتأكد ان ده الماك بتاعها ممكن دابل كليك على الراوتر كده وتجي في الشو باش موندس علاء كده هوا وتعمل ايه شو انترفيس واسم الانترفيس اللي انت عايز تشوف الماك بتاعها وتشوف الانفورميشن بتاعتي لو عملنا انتر كده هنلاقي الماك اللي انتو كتبينه بالميت شوية هوا صح كده اهو شو انترفيس واسم الانترفيس ده الكمنت لو جيت بصيت كده باش مهندسة هتلاقي الماك اللي انت لسه كتبحها لنا هوا في عندك في الورا هو هو عشان كده لما الجهاز بيجي بعد معلومة بيحط الاي بي بتاعه والاي بي بتاع اللي راح يكلمه هناك بس الماك بتاعه والماك بتاع مين بتاع الراوتر اللي بعضه والماك ده بيتغير كل ما الباكت تمشي ما بين الراوترين تمام كده كل ما الباكت تطلع من الراوتر تروح للراوتر التاني يشيل الماكات القديمة ويحطه مكات جديدة اقول اي زي انا مش مصي يسمين كده معلاش اي ها اخر جهاز ده الاي بي اللي راح اللي بعده ايوه اللي بعده على طول النكستهوب بتاعه يعني ايه كلمة نكستهوب؟ يعني جاري بالترعيل يعني速 اعني الراوتر الذي بعض ثم احدي فقط لا احنا عادل اعني عند الباكت الاي بي ضيطيبه الراوترات يبقى النار الراوتر تمر كل واحد يضع ماك moi اذا ستجعل الماك الدولي باش مهندسه تمسها بالفريم عمال تحول الفريم وترجع لفريم وباش تروح باش مهندسه كل ما تذهب لراوتر يوم اشهر الماكات القديمة ووضع صور ماك وتستريشن ماك جديد وباعط ماذا يجعله يمشي في الطريدة ويمشي طريدة البلان بلان جهة البلان بالفريم عمال فهو ده اللي بيوجه الباكت طيب طب تعالوا نكمل بقى القصة بتاعتنا يعني انت حضرتك دلوقتي لو بعدت الباكت دي مش هتوصل للشبكة التانية لا مش هتوصل هتيجي عند الراوتر بتاعك ويبص جواها يلاقيها روحها للشبكة كام اثنين بس مش دي الباكت اللي وقعت دي اهي راح الشبكة تلاتة صح كده؟ نعم 3 يحصل اس BRA الراوتر بتاعك وقع الباكت ليه وبعدتك الباكت الحمره دي الباكت الحمره دي معنى ان ريتش هو ام هو ليه بعدتك الباكت الحمره دي قصو كان الباكت اللي طلع راحل 3 وهو اول ما جاءته الباكت قاله كما شوف تلاتة таких فبين فبيشوفها بجدول اسمه روتنج 대�ول يبक أول ما الباكت توصل للراوتر يصال للاير 1 بصفر وحاية وقهرباء يحدد بداية ونهاية الفريم بقى فريم دلوقتي بقى لاير 2 دلوقتي لحيطة بتاع السنكرونيزيشن والكلام دة كله تمام ؟ يقوم أشهر الفريم أشهر الهيدر والتيلر بتاع الفريم رميهم مايبصش ليهم أنا بقول خطوتها اللي الروتر بيعمله يبقى أول حاجة الروتر بيجروا شوية كهرباء شوية الالكتروماجينتك ويف جيم في الهواء على حسب الكارت اللي هيستقبل الفريم بقى شوية ضوء جايل له في كابل فايبر هيحدد بداية ونهاية الفريم أول ما نحدد بداية ونهاية الفريم من شوية الأصفار ووحد اللجونه كده حول الداتا من layer 1 لل layer 2 ما يبصش للفريم ولا يبص المكات ولا يبص layer 2 ولا يبص أي حاجة يقشره عدل فالروتر على طول بيعمل ايه؟ بيقشر الفريم كده طلعهم من layer 2 لل layer 3 يعرفين يا جماعة يا خطوات؟ مش بيطلعوا يعني ايه خطوات فأول حاجة بيحدد بداية ونهاية الفريم كده حولوا من layer 1 لل layer 2 بقى frame شال الأجزاء بتاعة الهيدر والتيلر على حسب نوع الفريم بقى طلعنا اللي يصلي بقى ايه؟ بقى بكت يعني ايه بقى بكت؟ بقى أوله destination IP و source IP يبصع على destination IP ويشوف الشبكة بتاعة destination IP ده متخزنة عندك هو الrooting table ولا لا؟ طب هو الrooting table ده بجيبه ازاي؟ بشو؟ IP روت فبص جدول بتاعه ملقاش فيه غير شبكتين واحد واثنين والباكت كانت راحة للشبكة مين؟ ثلاثة فالروتر ما يعرفش شبكة ثلاثة فراح موقع الباكت وبعيت لك أنا ريتش صح كده؟ مفهوم كده؟ تاني بقى تاني الخطوات واحدة واحدة كده يبقى أول مرة وطريق يستقبل signal من أي بورط من بورطات بتاعته؟ السيجنال ديت يا جماعة مجمع داتا بتاعت الفريم محدد بدايته ونهايته تمام كده؟ طب ازاي بيحدد بدايته ونهايته؟ ده دور الكارت بقى لو عاية استعرف الكلام ده بقى روح يدرس الانكودينج بقى ومديوليشن وكلام ميند تمام؟ وازاي داتا بتبارك بقى القرية على حسب بقى بتاعتهم المديوليشن بتاعهم شغال ازاي؟ سواء كان فايبر او نحاس او كلام ميند يبه هو بيحدد بدايته ونهايته من اللي بيحدد بداية ونهاية الفريم؟ عندك جزء كده في كارت الشبكة بتاعك اسمه الماك ده اللي بيعمل حاجة اسمها ايه؟ بيحدد بداية ونهاية الفريم حددت بداية ونهاية الفريم؟ تمام؟ اروح اقشر الهيدر والتيلر بتاع الفريم كده اتحول الفريم بتاعك لمين؟ لباكت الباكت ده موجود مين في الهيدر بتاعه؟ الـ destination IP الـ IP اللي هو رايحه هاياخد الـ destination IP ويشوف الشبكة بتاع الـ IP ده موجودة عنده في الجدول ولا لا؟ والله هي موجودة هفاروت، ايش موجودة؟ discard طب لو الشبكة موجودة الروتر هيعمل ايه؟ هيبص الشبكة ديت مربوطة بأنهي انترفيس عنده مربوطة بانترفيس فاست؟ ولا مربوطة بانترفيس سيريال؟ ولا مربوطة بانترفيس شكل ايه بالضبط؟ بالشبكة اللي هو ايه؟ رايح له تمام كده؟ ويقوم ماسك الباكت اللي وصل الـ LR3 مرجعه تاني ايه؟ فريم ومرجعه تاني ايه؟ شوية اصفر وحايد والله لو هيخرج من كارت ايه سرنت هيبه يحاولك شوية كهرباء لو هيخرج من كابل فايبر شوية ضوء لو هيخرج من كارت واي فاي هيحاول شوية ايه؟ الالكترو مرجعه تكويب في الهواء يبه تاني بقى يبه الراوتر اول ما يلاقي الشبكة دي موجودة يقوم من كارت الفريم تاني بس الفريم جديد بمين بقى؟ بصورس ماك ودس نيشان ماك جديد طب هو المعايش الدس نيشان ماك بتاع اللي بعده وهيعمل look وهو موجود في لي號 سرى يبه ميتنقلش من ل sculptures لو كان مع Lisa طب ه كان مع interesante ايهو غير دع القصة وعشان كده القصة الموجود في Learreen smaller موجود في Lires ايهو ليس موجود عنده益 انا هبعل ال typed bid بس ك clicking بس كصير على الرجم absolutamente إيهو خلال وصل بشموهرج باش مهندسة غادة مثلا تمام كده؟ طب انا ما اعيشي المهندسة باش مهندسة غادة اعمل اربع عليه اقول لها هديني المهندسة بتاعك ثم بعتلي المهندسة ام كيشو عند فين؟ في القرب كيش احط المهندسة بتاعي والمهندسة خلاص؟ وهبعت لها الشرطة الكهرباء طالما بعد روطة مرويش دعوة راح عند الباش مهندسة الشبكة بتاع المهندسة مش موجودة عندها هتوقع الباكت موجودة هتفروض فالراوتر يا جماعة هو عبارة عموجة مرويش دعوة الباكت وصلت لما وصلتش الراوتر اول ما الباكت تخرج من الانترافيز تحته مرويش دعو به ممكن يجي في المص كده هو ماشي امانت الله ويجي في المص والباكت توقع لان فيه راوتر في المص مايعرفش الشبكة اللي الراوتر يحلى اه لا مجدش هي جازة المهندسة بكت اه ان شاء الله همان فيه راوتر في النص طلع ان الادم النسي يحط عليه الشبكة بتاع الباشموندسة ايه اللي يحصله بعدما الباكت يمشي ويروح عند الباشموندس محمد يوقع الحتة دي الراوتر بتاع الباشموندسة بيسميه ايه بقى بلاك هول بيسمون في النتورك بلاك هول نقطة صودة في النص حفرة صودة في النص لو فيه راوتر مايعرفش شبكة مؤينة في شبكات بتاع الشركة هنقعد نبعات له لايه الباكت هيجي هو ويتشكه على الجدور بتاعه مش هدق الشبكة دي يعمل فيه هيوقع لك الباكتات كلها انت دروق كادمن بقى تعمل ايه تحافظ على كل الشبكات اللي موجودة في التابلز اللي موجودة في الراوتر بس هعقد على الراوترات بتاع الشركة اعرفه على كل الشبكات الداخلية والشبكات الخارجية لو انت عايزوا يتكلم برا الراوتر لو مايعرفش شبكة يعمل فيه باكت يوقع لا يا باشا لا حبيبي جاي اهو بسؤال الرائع في حاجة اسمها الدفو تسات كروت سكة اللي مانوش سكة تمام؟ الله يكريمك وانا بقى ان شاء الله ده خزن اللي بي بتاع الياهو الهطمل ومصراوي مايعرفش لسه جاي بخزن عندي الكل في فروق بتاعتي بقعته برا الله يكريمك لسه لسه هنتكلم عليها ان شاء الله دي لسه جاي ايه 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 ممكن ممكن اقوله كده ممكن اقوله كده اه ممكن شبكة يحدفها في مكان فلاني ممكن ده لسه نتكلم عنه ان شاء الله تمام؟ اللي هو سكة نعملو سكة اللي هو بيسموه الديفورت ستات كروت ايه؟ ممكن اقوله طيب طيب واخده مع بعضنا بقى نشوف الدنيا تيمش ازاي يبقى أنا كده منتهى البساطة يا شباب الروتر بتاعي مش هتلاقه فيه غير الشبكات اللي جنبه اللي هي شبكات واحد واثنين اللي واخد رمز ايه سي رمز السي دي يعني Direct Connected Direct Connected شبكات متوصلة بالروتر لتوصيل مباشر يعني الروتر ده عارف الشبكة واحد والشبكة اثنين وعلى طول بقى نطلع في الحتة بتاعة الروتنج ايه الحتة بتاعة الروتنج ان الشبكات عندنا جوا الروتنج تايبل النتورك جوا الروتنج تايبل نوعين او النتورك جوا الروتنج تايبل نوعين شبكات متوصلة توصيل مباشر بيسموها Direct Connected Network بس قبل ما تكتبوا توصيل مباشر شبكات Self Learned بيسموها كده شبكات Self Learned وشبكات Learned شبكات الروتر بيتعرف عليها لوحده من غير ما انت تعرفه له واللي هي بنقول عليها مين Direct Connected Network اللي هي الشبكات المتوصلة بالروتر توصيل مباشر متوصلها بالروتر توصيل مباشر فهو الروتر بيعرف الشبكة دي ايه لوحده اه يعني انا لو انا هنا اهو جيت هنا وجيت هنا حطت له ده اي بي واحد واحد تدقيه على طول يوم الخزن جواه مين شبكة واحد زير اه واحد زير مش انا حط الانترفيز بتاعته واحد واحد حطت لفاتحها بواحد واحد طب جاب الائي بي بتاعت شبكة ماين لا مش هنا انا بحط الائي بي بتاعت الانترفيز بحط الائي بي مع السابنت ماسك وخدنا قانون اسمه الاندنج لما تجيب الائي بي وتعمل لو اندنج مع السابنت ماسك نطلق الشبكة بظبط فهو اول ما تحط له اي بي ادرس يعني اول ما عملتك دهه باش مهندس هه deploy ماعملتك اول ما عملتك ده هو اي بي ادرس واحد واحد وديته سابنت ماسك ده هو راح اعمل لهم أندنج مع بعض ورح مخزين لك انه عنده شبكة واحد زيره متوصلة بميل بالفاص دي اهي عنده في الجدول طب مش منها الفاص دي لانه دي اللي خلت الاي بي ده حلو الكلام كده ها بس يا سيدي فالروتر جواه ما بيتخزنش اي بيهات الروتر جواه بيتخزن ايه شبكات هلو هاي يبقى الروتر يا شباب الشبكات اللي جنبه بيتعلمها الواحد طب الشبكات البعيدة فيه شبكات ليرند اللي هما بيسموها الريموت نتورك اللي هي الشبكات البعيدة عني يعني ايه شبكات بعيدة يعني ايه مصطلح شبكات بعيدة يعني مش بتحتي اه عشان اروح لها لازم اناقل راوتر تاني عشان اوصل لها لازم انا ايه الروتر يبعث الباكت لروتر تاني الشبكات الريموت نتورك ده يا جماعة ده مثلا لو حضرتك عندك مثلا بتاع الفين شبكة فانت مضطر تخش على كل راوتر تعرفه على الفين شبكة اللي بقعد عن راوتر راوتر صح؟ ولو شبكة منهم وقعت هتضطر انت تخش على المتين راوتر بتوعك دولة الفين راوتر تشيلهم بايدك واحدة واحدة صح كده ده استاتيك فالستاتيك بيفضل اكتر في الشبكات الصغيرة والشبكات اللي مالهاش غير طريق واحد والشبكات اللي مستغيروش كتير ده الاستاتيك روت ان الاستاتيك بيبقى اوبرهيدك عليك انت كادمن ما بيبقاش على الراوتر بس طبعا الاستاتيك مور سيكيور يعني انا عندي هو بص الشركة ببحتي اربع فروع اربع فروع دول فيهم 15 شبكة خلاص وحنا شغالين كده ولا بالنقص و 15 شبكة يعني 15 كومند وخلاص ينكبوا في الاول وشكرا بس تمام مور سيكيور استاتيك روت اوبرهيدك كبينة من هم لك ونحطها للراوترين استاتيك روت او بس انا مكنش فهمين يعني وحطك كذا 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 او بس انا عرف انت تشغالها اس بيف من زمان يعني اعرف انت تشغالها اس بيف من زمان يعني او المصرية بس ده على مصرر وتربع المصرر كور او او فعندكم توستر او بس انا عمد تلبسي الهات انا بعد البرمكة بحط لها خمس ست سبا خطوات روتين تيبون وخاص على كده وشكرا وده ما بيكون غلط وده ما بيكون غلط وده ما بيكون غلط وده ما بيكون غلط المانول بعد كده في عندنا طريقة تانية اسمها اوتوماتيك ايه الاوتوماتيك دي؟ ان الروترات انا هشغل عليها صوفت وير وهي اوتوماتيك هتتعرف على الشبكات الوحدة ازاي؟ من الاخر كده هخلي الروتر يرغي مع الروتر اللي جنبه فانت تديني الشبكات بتحتك اللي متوصلة بيك بتوصيل مباشر وانا ندك بتحتي صح؟ يبقى يخلي الروترات تتكلم مع بعضين اه انت متعلمة اربع شبكات اديني الاربع شبكات اللي عندك وانا ديك اللي عندي فكل الروتر يدي الشبكات اللي موجودة عنده في التابل اللي جنبه بس دي عايز ايه باش مون سايد عايزين نقعد نرغي مع بعض هنرغي مع بعض ازاي؟ لازم ان ننزل على الروترات صوفت وير بيسموه ديناميك راوتينج روتكول ديناميك ايه؟ راوتينج بروتكول صوفت وير بنزله على الروترات بتاعتي علشان يعمله شيرنج للانفورميشن اللي عنده علشان كل واحد يدي التاني الانفورميشن اللي عنده وبعد ما يدينا الانفورميشن اللي عنده يا هندسة ده كمان بيقعد يحسبلك احسن طريق لكل شبكة ديناميك راوتينج بروتكول دهو اه ازاي بقى بيحسب احسن طريق هنتكلم بالتفصيل لسه؟ مش اقرب ممكن يكون الاسرع ممكن يكون الاللود او الالدلي او الالدلي او الالعدد من الروترات اللي انا عمال اتكلم فيه ده لسه ناخده في الكورس بقى فالديناميك راوتينج بروتكول بيديك الانفورميشن بتاعته بس البشمواند السيد قال لنا عند الشبكة بتاع الطنطة بكوست عشرين والبشمواند الصلاح قال لنا عند الشبكة بتاع الطنطة نفس الشبكة بس بكوست عشرة اخد بتاع البشمواند الصلاح طب ايه الكوست دي بقى؟ اه كبر دماغك منه اعرف ان ايه تكلفة دلوقتي لان القوست دي هممكن تكون delay ممكن يكون load ممكن يكون reliability ممكن يكون metric تمام كده؟ هنعرف كل الكلام ده ان شاء الله لان كل راوتينج بروتكول بيحسب القوست بطريقته وانت كمان كادمن ممكن تلعب له فيه انا احسن طريق بالنسبالي باندويتس فخلي كل حساباتي بناء على الباندويتس فالطريق الاعلى في الباندويتس هو اللي هيدينا اقل تكلفة واحد تاني بالنسبالي احسن طريق delay رغب بتاع الفويس فهيعمل حساباتي في الشبح يقول لها على مين؟ على delay فاقع على delay يدي له اكبر cost اللي قال delay يجريه وقال L cost تمام؟ فان شاء الله هناخد الكوست ده بالتفصيل ما تقلوهش بس انا عايز اقول لك ان فيه حاجة اسمها dynamic routing protocol فدي تقيق ايه dynamic routing protocol يا باش مهندس؟ انها بنزلها على الروترات علشان كل راوتر يدي الانفورميشن بتاعته للراوتر اللي جنبه وكمان هو يحسب لك احسن طريق وكمان لو فيه شبكة وقعت يروح يعمل شيرنج الناس كلها الشبكة اللي انا كنت مدهلك اللي اسمعك هزا خزا وقعت شو هو عمل عندكم؟ بس كده كل الوفرهيد كترة معالميا على الروتر بروسيسنج ورامة مش عمل احسن بيه استروت وعمل يخزن جوال جدول وعالترافك وعالبند ويس اللي انا مأجره من الناس لوقت ترانسيميشن وعملين نرغي مع بعضنا فهو مهوش سكيور لان ممكن حد يعمل صح كده؟ وعشان كده ان شاء الله هناخد ازاي dynamic routing protocol نعمل لها authentication قبل ما تبعط الابضيب بتاعها تشفاره اصلا خايف من باش مانس عليا وانا مأجر منه خط فايبر واحتمال يحط روطر عنده هناك ويرقط كل الابضيب بتاعها صح؟ انا اخد ازاي لما يجوا يبعطوا الابضيب بتاعهم بينهم بعض يبعطوهم الشفار انا عايز اقول لباش ماند السيد معلومة بس مش عايز الناس اللي في المصنة تعرفها فبعطوهم الشفارة وهو عنده كي وانا عنده كي تمام؟ يبقى هو ما هو سيكيور بس اسكيلابل بقى يشغلك اي عدد من الروط الديناميك لوتينج بروتكول من غير ما اخش انا كاينتربينشن من اين من الادمن تمام؟ شكل مين الديناميك لوتينج بروتكول اللي احنا هناخدهم في الكورس ايه؟ ده صوفتوير ده بروتكول في لقى باش ماندس في منها اللي ستاندر وفي منها اللي تابع سيسكو يعني في واحد اسمه كان تابع سيسكو انا اقول لك كان تابع سيسكو لحد امتى؟ لحد 2013 ما يشتغلش غير على السيستم بتاع مين سيسكو فسيسكو لقت نفسها مضربت في السوق ازاي؟ ان محدش بيشغل اي جي ار بي ده كل الناس بسروح للأوز بي اف ده اوبن ستاندر ليه؟ بس انت خراجة بتاع شركة ممكن يكون عندك فروتكالة سيسكو وفروتكالة هواوي وفروتكالة ما اعرفش ايه؟ فانت عايز روتنج بروتكول على كله فسيسكو اضطرت في 2013 انها تفتح الاجي ار بي ده لكل الفندور قاية اي فندور عايز ياخد الاجي ار بي ده بتاعي ياخده بلاش ويحط عنده فين؟ فبقى الاجي ار بي ده اوبن ستاندر فكل الراوتنج بروتكول موجودة دلوقتي اوبن ستاندر تمام؟ واه طبعا محدش عبرها ولا خادر حد دلوقتي اه؟ ها؟ اه احززين يحتاجه السوق وهو من غير الاوبن ستاندر صراحة كان الابريتر اللي انضابط على دماغتها لما شابه يعني من غير يعني انت تعرف زمان انا كنت نعمل انت عندك شبكة مثلا جاهبة من IBM لو كانت عندك عادية لتروح لIBM هكذا انت كده الملعين وهو دينية ضايع وعشان كده عمل المؤسسات بتاع الستاندر لو كانت القصر نتضرب وانت مش عايز شيريه من سيسكو ووح شيريه من هواو شيريه من جينبر اولا نزود التنافس ما بين البندر وبعضيهم انهم ما يعملوا احسن من بعض ثانيا ان في حاجة ستاندر مش عجبني البرو دا كده هروح اشتريه من اين من حتة تانية مش تابل لا مش بيوريني اه اه بيخزن جوا الروتنج تابل بتاعك الشبكات الريموتلي بيعرفك على الشبكات البعيدة اما انا هقولك هو بقى اقولك او اصلا على نبي بس كده انا لما اجيبعتلك الابضيت بتاعي انا ما بعته دلوقتي في وسط الناس دي كلها فالناس دي ات لو حد فيهم عايز شيش يعرف ايلي في الابضيت هياخد الرسالة ويقرأ اللي فيها هيعرف ان فيه شبكة اسمها 1 0 عندي بعد هالك اي ورا بيعرف ايهم السنفنج يقدر اقراه المشكلة بصي يعني هو التشفير دي ما بيننا وبين بعضنا كواس كل حاجة وابن حلال تمام كده يا فندم التشفير ده اصلا مش موجود في العالم بحالو يعني التشفير ده كل برامج التشفير الموجودة كلها ديها بلاج باك دور حتى كابلات الفايبر المرمية في البحر اللي لها باك دور بيبتلوها بشكل معين تمام وياخدوا الضوء اللي جاي منها بياخدوا من النسخة ده معروفة جدا يعني كابلات الفايبر انت بتقولك اعلى براتيكشن واعلى ما عرفش ايه امريكا تتجس عليها اللي مرمية في البحر بقى جهزة معينة بتتني الكابل كده تمام وياخد منه كل الانفورميشن في قلب الكابل مين قال ان البروتكشن شغالة فالبروتكشن كده كده بيفك لو انت عايزك تفك البروتكشن وعندك شوية انفورميشن جامدين وطولز جامده اتفكيه انما على المستوى الكوميرشال المستوى التجاري لا يقولك الامي دي فايف ملهاش فيرسا انجينيري متعرفش تفكيه بس هو كده مش سيكيور تمام انا باعت الحاجة في وسط الناس ولا كلم امنها ممكن اي حد في سكة ياخد منها كوبي ويبقى عام بتوزي تاني هو عارفها يعرف فيها ايه يفكها اه بالزبط ماشي اه بالزبط بالزبط يعني هو اعقلها وتوكل يعني صح كده بالزبط تمام فهو مهي سيكيور شكل استاتيك اما الستاتيك الروترات ما نتتكلمش مع بعضيه فما فيش قبضي تطلع من بيني بيني وغير من الروتر التاني ده انت كل روتر بتروح تقعد عليه وتكتب عليه ليه الشباكات البعيد فالستاتيك مور سيكيور عن مين عن الدينامي طبعا بس ما تدرش نشغل الستاتيك بس الواحد فنشغل الديناميك ونكون مضطرين ونشغل مع مين بقى انكريبشن صح كده؟ الديناميك روتنج بروتوكول عبارة عن شكل مين شكل الريب شكل اوص بي اف ده حاجات انا اخدها في الكورس يا جماعة كورس بتاعنا ده شكل اي اي جي ار بي اوه شكل الريب شكل اوص بي اف شكل اي اي جي ار بي او اوص بي اف اشهر واحد فيهم كم تمانين فالمية من الشركات حولين العالم شغال اوص بي اف أشهر بورث كل فيهم الوزبف open standard shortest pass first shortest pass first كل الشركات فيما أكثر من 80% open vendor shortest pass first O بتاع open vendor sbf اسمه shortest pass first أكثر طريق تمام shortest shortest pass first لسه ناخده ان شاء الله بعدي ايه e i g r b ده اللي كان بتاع اساسكو لحد 2013 الرب ده أول routing بروتكول عملوه عملوه في السبعينات الرب ده اه والله كان فيه عندهم راوتر ولاد اللذين اختصار كلمة routing information protocol بس الرب ده ما بيغطيش أكثر من 15 راوتر يعني أخر شبكة فيها 15 راوتر الرب ده راوتنج راوتنج بروتكول كل الكلام ده جاي ان شاء الله ما تقلهوش طيب الفرق دلوقت بقى ما بين الروتنج بروتكول والروتد بروتكول ايه الفرق ما بينهم الروتنج والروتد ما تقوليش ده انجي وده اي دي راوتنج statue هذه الصلاة ماذا purpose الروتر فرغط الراوتنج المعرف المسارات للروتر ardens الرائت راوتنج الرائت الـ EIGRP الـ OSBF ده الـ Routing طب الـ Routed شكل IB شكل Apple Talk شكل IBX شكل IB version 6 هو اللي بيخلي الباكت بلاحتك تمشي يبقى الـ Routing هو اللي بيملأ الـ Routing Table الـ Routed هو اللي بيوجه الباكت اللي بيخلي الباكت تمشي الـ Routed IB version 4 IB version 6 IBX Apple Talk الـ Routing شكل EGRB الـ OSBF الـ RIP كل اتنين مستخدمين يعني الـ IB ده بقول عليه Routed صح اه محتاج الاتنين واحد سواق الـ E-TOPIS والتاني اللي رسمله المسارات اللي همشي فيه صح كده ههههه.... هو خلاص ماضي اليوم قبل العيد الحمد لله لا خالص انتو لزهقتوا بس بالنتورك طيب خلاص كده يا شباب احنا هناخد دلوقتي ازاي نعرف الشبكة البعيدة عندنا بطريقة الستاتيك دلوقتي الستاتيك ايه؟ استاتيك روت ان انا نعرف الروتر على الشبكات اللي مكانش عارتها بطريقة الستاتيك اول طريقة عندنا احنا اخذنا الشبكات البعيدة بنعرفها لاما طريقتين استاتيك او ديناميك لاما نزل الصوفتوير على الروترات يرغو مع بعض لاما انا بايداية اخش عارفه على الشبكات البعيدة شكل طريق الاطر بالزبط كل مرة الاطر طلع من شبيل رايح طنطا هيطلع من الطريق ده فكل مرة انا رايح الشبكة ده نتزيره هقول له اخرج من الفتحة دي للروتر هيفكر ولا اي حاجة انت بتدره طريقه خلاص من الاول تمام؟ فهناخد دلوقت حاجة اسمها الستاتيك روت ثاني انا هكتب ازاي بعرف الشبكات البعيدة للروتر ياريت دي تحطها في دماغكم ياريت تلقى بتاع الموضوع الموضوع بتاعي ان انا عند الروتر ما بيعرفش الشبكات البعيدة لوحده تمام؟ اول طريقة منهم اسمها ايه؟ الستاتيك روت ان انا عرف له الشبكة ستاتيك الستاتيك روت ديت هناخد فيها الطريقة الاولانية حاجة اسمها الاجزت انترفيس الطريقة التانية هناخد فيها حاجة اسمها النيكس توهب الطريقة التالتة هناخد حاجة اسمها الفول سبسفايد وهياخد شيء غير الستاتيك حاجة اسمها الفلوتينج استاتيك روت دي اتنين فلوتينج استاتيك روت فلوتينج استاتيك روت فلوتينج فلوتينج فل او اي تي اي ان جي وهناخد شيء اسمها ديفولت ديفولت استاتيك روت دي كلها توبيكس هناخدها تحت الاستاتيك مش هاري في قدر يحولها لتكست ولا لأ لا ها استاتيك روت exist interface نقوم بإدرس الفلوتينج استاتيك روت وناخد اتنين حاجة اسمها فلوتينج استاتيك روت وحاجة اسمها الديفولت استاتيك روت التلات طرق الاولانين دول اللي هو الاي والبي والسي دير الطرق ازاي بعرف الروتر على استاتيك روت في عندي ثلاث طرق للكتابة الكوماندوت ما يشوفه الضغط ازاي ها ثلاث طرق للكتابة الكوماندوت اول طريقة عندنا طريقة ال exit interface تعالا كده نشوفه الطريقة الاول اللي هي طريقة ال exit interface حاجة سهلة ولذيذة خالص ها عندي روتر فينا شبكة دي الرسمة بتاعيتنا هاي وراوتر تاني اهو ودي شبكة اي انا موجود على R1 وده R2 دي شبكة اسمها ايه ثلاثة زير وانا وقف هنا علشان اوصل لشبكة ثلاثة زيرو دي انا اللي ما عنديش غير فتحتين اتنين واحدة اسمها serial واحدة اسمها فاست علشان وانا وقف هنا علشان الباكت روح لثلاثة زيرو المفروض يخرج من السيريال ولا يخرج من فاست تمام بس باكتب له الشبكة واكتب له اسم الفتحة ليمة الشبكة دي اسمها ال exit interface يبا تاني تاني انا واقف على R1 R1 عايز يحدف الباكت للشبكة ثلاثة زيرو هاي هو ما عندوش غير فتحتين يا باشموندس واحدة سيريال واحدة فاست هو عشان الباكت ينحدف في يمة ثلاثة زيرو يخرج من السيريال ولا يخرج من الفاصل يخرج من السيريال يخرج كده بس فباقي يجي على الروتر R1 وهو ما عامل عليك ونفجر كده اهو ايه ال exit طبعا انا لو كان الروتر ده متوصل بالروتر ده متوصل بالروتر ده متوصل بالروتر ده متوصل بالروتر ده اهو عايز يوصل للشبكة ده الاسمها 192 168 10 0 نفس الكومند والله IPROOT 192 168 10 بقى 0 اسم الشبكة اللي عايز اوصل الله بالصبنة ماسك بتاعها واسم السيريال بتاع اللي هيوديني يمتها صح الكلام اهو يبقى انا بكتب IPROOT وبعدين الشبكة اللي عايز اوصل الله وبعدين الصبنة ماسك بتاعها انهي فاتح عندي انا مريش دعم بالروتر اللي بعدي اللي انت عادس وصل له تمام بس الروتر ده ما يعرفهاش لا يا حبيبا انت هتيجي برضه تخش على الروتر ده وتكتب نفس الكومند IPROOT 192 169 عشرة بقى انت هاي سوصل للعشرة دي عشرة زيرو اي اسمها عشرة زيرو وهتكتب الجنبال فتحة مين دي اهي ممكن تكون دي السيريال زيرو على ثلاثة كده الباكت بتاعتك هتخرج من هنا تروح هنا وده هيخرجها من هنا تروح هنا لو انت مش معرف الروتر ده عليها هامل ايه drop فلازم انا روح اعرفه ايه راخر take take فانا بعرف هوب هوب عشرة مكان بتاعتي enter real exit interface بتاع نكتبها بتاع نكتب الكومند ده في الحقيقه بقى همم همم بتاع القاهرة. هقول له ابيروت. اسم الشبكة اللي انا رايح لها. بالسبنة ماسك ايه بتاعها اهو. انا عشان اروح من هنا من اهو. اروح لدي. الباكت تخرج عندي من الفتحة دي ولا من الفتحة دي. من الفتحة دي. خلاص يعني اكتب سيريال. اهو. سيريال. زيرو. على اتنين. على ايه? على زيرو. لو جيت بصت جوة تابل بقى دلوقتي. عملت كنترول زيدي كده. اي بيروت. هلقيتعرف على مين? على شبكة جديدة. اسمها تلاتة زيرو. واخد رمز ايه يا جماعة? اس يعني ايه? استاتيك. بيخرج لها منين? من السيريال. زيرو. على اتنين. على زيرو. بصوا كده. ها. بصوا كده. جيت اهو. بعدت بكت من هنا. لهنا. هو طبعا هنا هجيلك فيلد حالا. تمام. ليه فيلد؟ هو الراجل هيوصلها لك اهو. 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 وصلت ايه? بس دي لما يجي يرد عليك يا معلم. الراجل ده ما يعرفش الشبكة البيضة دي. ما يعرفش غير اللي جنبه. فلازم ان اعرف الطريق رايح جاي. وده اول قاعدة عندنا لازم ان تحطها في دماعك في الروتر. اول اول. مش معنى ان الروتر عارف الطريق اللي رايح. معنى ذلك ان هو عارف الطريق اللي جاي. تاني مبدأ. يبقى اول مبدأ. مش معنى ان الروتر عارف الطريق اللي رايح. تمام كده. يبقى عارف الطريق اللي جاي. اللي راجع يعني. تاني مبدأ. لو انا عارف طريق لي ثلاثة زيرو. مش شرط يكون اللي جنبه عارف ثلاثة زيرو. يبقى كل راوتر فيه الانفورميشن بتاعته. تمام. تانت مبدأ واخر مبدأ. مش شرط ان الباكت بتروح لشبكة بطريق. ترجع من نفس الطريق. تمام. دول تلاث مبادئ. تحطون في دماغك. يبقى مش شرط ان الباكت راحت وصلت معنى ذلك انها ترجع. ان الروتر عارف طريق راح جاي. مش شرط. مش شرط ان انت عارف شوية معلوماتي بل اللي جنبك عارفها. تمام كده. ها. مش معنى ان الباكت راحت من طريقة ترجع من نفس الطريق. او انا مزبطوا على طريق تاني في الرجوة. من فتحة تانية خالص. ايه. حسب ان عارف طريق تانية بقى في الرجوة. تمام. طيب. حلو الكلام كده. في اي مشكلة ازاي الروتر بتاعنا بيعرف الشبكات البعيدة باستخدام الاجسس انترفيس. طب تعالنا عارف الطريق الراجع بقى. هو انا عشان اعرف الطريق الراجع. هقوله ايه. هجعل راوتر ده. هقوله اي بي روت. الشبكة البعيدة اللي هي واحد زيرو. في الصبنة ماسك بتاعها. اخرج منين? في الفتحة الياب سريل زيرو على اتنين على واحد. انشان عايز اعرف ده انه يرجع. اهو. اجي هوا. هقوله.Spirit.ont neurological. cile enable. configure terminal. ابي مسافة روت. لازم ان روت تكتبها بالكامل. 192 168 1 0 سابنة ماسك هوا شباب اخر منين من السيريال 0 على 2 على اي على 1 بس لو جينا بصينا كده راجل هوا هتلاقي عندك ايه ساقسيسفل تحته الباكت راحت شايفين الباكت هنا كان محطوط فيها السورس اب 1 2 رايح لمين لتلاتة اثنين البعيد بس السورس ماك بتاعه والدستنشن ماك بتاع الانترفيز دي الهيدر ده هيتغير دلوقتي اللي هو الليرتو هيدر هينحط فيها ايه هينحط فيها الليرتو ادرس بتاع السيريال مع الليرتو ادرس على السيريال اللي قدام والسيريال حضرتك مالوش ماك يعني مش هتلاقي ماك السيريال اللي قلنا بيدفه لتفسيسكو شغال HDLC فهتلاقي الفريم اللي بين الروترين دلوقتي HDLC تمام بص كده اهو في الحتة دي فريم تمام طب واللي بعده هيحط الماك بتاع الانترفيز دي مع الماك بتاع مين مع ده طب لو الرجل ده مايعرفش الماك بتاع ده ماهنا فيه عشرين جسح اربع عليهم اهو بالزبط كده اهو ده اللي هيب الهدر الجديد اهو الماك بتاع الاسرنت ده مع الماك بتاع ده فانت كل اللي بيحصل يا جماعة الروتر بيقشر الفريم ويعمل فريم جديد ويحول شوية سفر واحد ويبعد فبيطلع من layer 1 ل layer 2 layer 3 ياخد قرار يرجع من layer 3 layer 2 layer 1 layer 1 layer 2 layer 3 ياخد قرار layer 2 layer 1 تاني صح كده اهو ادى الباك تايمش يتايم خلاص يا عم بس مين اللي متغيرش طول الرحلة لحد ما وصلنا الـ iv source والdestination صح تمام ده لما يجي يرد بقى اهو خلاص الروتر بقى عارف بقى الطريق اهو بنتقعد دلوقت في طنطة بتبنج على الأجهزة اللي في القاهرة شغال اهو بينجي حتى اهو اهو ثلاثة اثنين صح حط هناك بقى 100 جهاز وهنا 100 جهاز انت عرفت الشبكات خلاص تمام مش شغلة الروتر انه يعرف ايبهات انت عرفت الشبكات للروتر حطوا بقى على سويتشي ناك زي ما انت عايز متين جهاز وانا متين جهاز فيه connection هم بينهم الاتنين دي اول طريقة عندنا اللي هي اسمها ايه جماعة باستخدام ال exit interface نحن ناخد الطريقة الثانية نحن ناخد دي كوب الاول كده ونحطها في المنبات ده الطريق رايح وده الطريق رايح اهو طيب دي اول طريقة عندنا شرحناها وهي باستخدام ال exit interface تاني طريقة عندنا باستخدام حاجة اسمها next hub ip address بال ip بتاع اللي بعدي بال ip بتاع جاري next hub id address اذا الروتر اهو واده الشبكة اهي اهو اهو الروتر ده محطوط لهنا serial 0 على 2 على 0 وهنا serial 0 على 2 على ايه على واحد البورت ده جماعة كانوا ياخد ip 192 168 221 والبورت ده كانوا ياخد ip 168 222 الشبكة دي كاتواخدة كام 3 زير والشبكة دي كاتواخدة كام 162 168 واحد زير انا واقف على الروتر ده ما يعرفش غير واحد وغير اثنين اذا ارفع الشبكة ثلاثة العناية اقول له ip اسم الشبكة البعيدة اللي هي كام اهي ثلاثة بالصبنة ماسك بتاعها اهي زي اللي فاتت بالزابط اهي ثلاثة وبعدين بدل ما ادي له اسم الانترفيس ادي له ip بتاع جاري اللي في وشي هو انا هاخد ايه هاخد الطريق ده علشان اوصل للشبكة ايه اه ايه القريبة وانا انا بوصل للبعيدة عن طريق القريبة يعني عادي اوصل للشبكة بتاع البشمهندس ايه سايد هكتب ال ai b بتاع البشمهندس اللي قدمه على طول نعم ايه انتوا هايزين ايه هايزين طيب قول لي طيب ايه انتوا هايزين ايه جهورتية مختلفة وزال الاخرز العناية ايه 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 مش فاهم اا اا يعني مثلا ايه انا هزا اوصل للشبكة البعيدة فهعمل ايه هكتب الاي بي بتاع اللي وديم عشان اوصل للشبكة بتاع الباشمواند السيد ادى الباكت للراوتر اللي بعدي اللي بعدي اه يعني بصوا بص كده ها بصوا كده اي بي مسافة روت ادى الشبكة البعيدة اه بص ابنة ماسك بتاعها عشان اوصل للشبكة دى هاود الباكت للاي بي اسمه 172 22 انا وقاب فين هوا يا باشمواندس انا وقاب فين شبكة في الطريق ده طب مين اول اي بي بعديه من اول اي بي في وشي اهو فانت لو عايز تكتب باستخدام الاي بي بتكتب الاي بي بتاع دارك طب لو عايز تكتب باستخدام الانترفيس تكتب اسم الانترفيس بتحتك يبقى انا عايز اوصل للبشمهندس سيد خلاص هدى الباكت اللي مين دي البشمهندس ايه ما انت اللي عامل الشبكة ده الشبكة بتحتك انت ده الشبكة الكلاب بتحتك ده انت بتعمل دلوقتي دلوقتي شبكة من فروم سكراتش اه استاتيك بايدك جيتا انا بتعمل شبكة من فروم سكراتش يا جماعة ايه انت اللي بتربط كديني الكلاب بعدها دلوقتي بالضبط طبعا وده زي ما انا قلت لكم بقى لو وصلت للCLI بتاع الروتر ده ده اوحش من الروت من الفيروس لا لا اخده وامشي او اخطه جواه روت او اخط جواه روت غلط اخليه اعمل لوق اقوله عشان توصل للشبكة بتاع الطنطة روح يمتش بين فاي بكت راحل طنطة الراجل يعمل ايه يرمع على شبين وارح راحل بتاع شبين عشان توصل للشبكة بتاع الطنطة يرمع على القاهرة فانا ارمله الشبكة وهو يرملي الشبكة البكت وانا قلنا شقة طهر بعض يا بشماندسة اونا حدي بسنا في الوقت تكون سابقا الله يكريمه لسه اقوله هو لسه اقولها يا بشماندسة حاضر البشماندسة بتسأل السؤال جميل جدا بتقول ايه لو انا عندي دلوقتي هنا جار وهنا جار صح كده بشماندسة؟ وهنا اوه والشبكة هنا اهي انت عايزة البكت وهي طالعة من هنا راحة هنا يا بشماندسة محمود تمشي في الخط ده ولا تمشي في ده والله لو عايزها تمشي من فوق حطله الايبين لفوق والله لو عايزها تمشي من تحت حطله الايبين لتحت مراجده اللي جارين دلوقتي اهو دي الشبكة اسمها التلاتة زيرو اهه اللي انا عايز اوصالها لها باشي من السامنالها اهي بس الايبين بتاع الشبكة دي اثنين اثنين والايبين بتاع الراوتر ده ثم لو جيت عملت 거의 ايبين بي روت مية تنين وثنين ماين وثمان وثمانة وثعمتان بتاعت tä! ازر cases اواهم الشبكة البيتهة بس ابنت مصك بتاع لو جيت كتب تيلو اثنين فكل الباكت هammers يطلع كده يا مية اتنين اتنين ايه بقى الباكت ينزل من تحت كده موستاتك بقى انت اللي بتزبط الطريق صح الكلام تمام فانا بكتب له اول اي بي في سكتي وانت المسؤول عن الدات اللي بتكتبها غلط لان انت كايدة ادمن وانت مش يوزر انت ادمن تمام فهو مش يصحح لك حاجة غلط مزودت اللوت على اتجاه معايا مزودت اللوت على اتجاه معايا طب لو عايز اعمل لوت بالانس طب لو عايز اعمل واحد بقى بل واحد هتكلم فيهم دلوقتي لسه تمام خلاص كده في مشكلة عند حد كده لحد دلوقتي يبقى الطريقة التانية باستخدام النيكست هوب النيكست هوب يعني ايه؟ يعني بكتب اول اي بي في وشي طيب لو انا عندي لو انا عندي كده كده اهو 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 والشبكة دي اسمها مية تنين وتسائين مية تمانية وستين عاشرة زيرو ستاشة عبعة وعشرين الشبكة اللي ما بيننا دي مية تنين وتسائين مية تمانية وستين اتنين زيرو انا واخد منها واحد واللي قدام واخد منها اتنين وعايز اعرف روته دي على شبكة عشرة فاعمل ايه؟ اقول له اي بي روت الشبكة البعيدة انا عايز اوصلها بالسبنة ماسك بتاعها خوص الله ازاي؟ ان انا ادي الرو الباكت لمين؟ لي اتنين لي اتنين اول اي بي بعدي انا معالش ايسا غيره لان هو موجود دول شبكة اتنين زيرو انا ايسا عالش شبكة اتنين زيرو خلاص الباكت كده هيسلم للبورت اللي بعدي يعني وصل للراوتر اللي بعدي الراوتر اللي بعدي لازم يكون الراجل كاتب عليه الاخر مين؟ اي بي روت كذا كذا وكاتب عليه مين؟ الانترفيسي اللي بعدي كده اسلمها للراجل اللي بعدي طب لو في واحد في النصة نسيتها اسلمه اكتب عليه على طول حفرة سودة بلاك هول تمحك كده؟ بلاك ايه؟ بلاك هول خلاص نقطة سودة بق طيب تعال نعمل الطريقة التانية اللي هي الطريقة دي بس قبل ما اعملها هاشيل مين؟ الطريقة الاولانية هدلت بس القديم اه هدلت الاي بي روت القديم انا كنت اعمل الطريقة باستخدام الايكس انترفيس الاي بي روت يا جماعة طبعا ما كتبته ما تهراش تعدل فيه بس طبعا انا عايز اغير فيه اعمل ايه؟ اشيله اعمله من اول وجديد انت فيش نوع اي بي روت اه ماهو فيه نوع اي بي روت هشيله انت كده بتشيله بشو انت انه ما ينفعش تغير في الكومند يعني تمام؟ فاتشيله وتعمل واحد من اول وجديد هل؟ هاي عايزين نشيل يا جماعة على الكومند ده فهاعمل ايه؟ اهو انابل configure terminal او لو انت عايز تشوف الراجل اللي كان كاتب ايه انت ما تعرفش طبعا حضرتك لو حتش شغلت في شركة وقع استعرف الconfiguration هتعمل ايه؟ show running config طبعا لو عايز استعرف كل الكومندات اللي انكتبت على الروض فتعمل show running config ورين اللي عندك اهو والله الراجل ده دخل عمل host name tanta مسترة دخل حتى IP للانترفيس 0 على 0 مسترة دخل حتى IP للسلة 0 على 2 على 0 مسترة وعمل ايه؟ اي بيروت اهو اخد ده كوبي كده خليك ناصح كده وروح عال global configuration ويرميله كلمة no وقوله ايه؟ بيستعمل خلاص كده اتمسح تمام؟ بقى ثاني طريقة عندنا من الطرق ان نعرف static route هي طريقة اسمها ايه؟ اهو دي كتأول طريقة عندنا في الستاتيك روت اهي اللي هي بيسموها بطريقة exit interface ثاني طريقة عندنا في الستاتيك روت طريقة اسمها ال next hub قبل ما اعمل ال next hub هقول له اب روت الشبكة اللي انا عايز اوصل لها ثلاثة zero متين خمسة وخمسين متين خمسة وخمسين متين خمسة وخمسين زيرا اخرج منين بقى ل 192 162 اتنين اتنين بقى اتنين زيرو دي الشبكة اتنين اتنين دي الشبكة اتنين زيرو دي الشبكة يا هندس انا بديله اسم الاي بي اللي قدامي صح كده مفيش حاجة اسمها اتنين زير هو بيخزن اتنين زيرو كشبكة انما انا بقوله اسلمها المين اتنين اتنين للي بعد بديله اي بي الفعلي اللي واخدها الانترفيس تمام طيب لو جيت بصيت جوال جدول كده هلليه موجود جوه مين عملت شو اي بي روت اوبا شبكة ثلاثة زيرو علشان اوصل لها اطلع لمين اتنين اتنين تمام طيب هي فين اتنين اهي عشان اوصل الاتنين ووصلاها بالسيري طب مين احسن بقى استخدم الطريق الاول اول اول التانية ليه ها لا بيفرق طبعا لا بيفرق معنا بالسكند لا بيفرق طريقة التانية بتخليك تعمل سيرش مرتين تعمل سيرش مرتين جوال جدول او انا راح لمين الباكت مكتوب في ثلاثة اتنين فرح نزل هي ثلاثة متوصلة بمين فلاقاها اتنين اتنين طب عشان اروح للشبكة اتنين دي اطلع من انهي سيريال فكده عملت كم مرة سيرش مرتين اما الرجل الاولاني كان مكتوب ايه ثلاثة زيرو جنبه اتنين زيرو على طول او فلو انت في اديك تعمل الطريقتين لاتنين لا اختار الطريقة الاولانية يبا هنهوت دي حاجة جايه في الامتحان يقول لك الطريقة الاولانية باستخدام الاكسيت انترفيس is more efficient اكتر كفاءة تمام from مين الطريقة التانية ليه عم اصلا النيكست هوب بتعمل سيرش ايه مرتين في الجدول بتعمل حاجة اسمها recursive 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 lookup بتعمل سيرش مرتين recursive يعني ايه يعني بينزل الجدول تحت خاص ويطلع تاني يفك النيكست هوب بإجز انترفيس صح كده دي بيسموها recursive lookup انه بيعمل سيرش مرتين في الجدول طب بيعطاله شوي طبعا بيعطاله حظات يعني تمام اه 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 بروح روح ايه اه تمام شبكة مختلف تمام مختلف مختلف تمام اه اه ماشي معنى لسه حالة انا هو بصي بصي بشو مدسي انت عايز تعملي كده اه 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 دي شبكة 3.0 دواخر منها 3.1 ودواخر 3.2 دواخر 4.0 دواخر منها 4.1 واخر منها 4.2 دواخر منها 5.1 واخر منها 5.2 دواخر 6.0 واخر منها 1.2 واتنين في هنا شبكة بتاع اكتوبر اللي بعد المهندسين اسمها ايه سبعة زير ده واخد منها ايه سبعة واحد اصلك كده اه ده اه انت اذا تطلع منه تروحي فين هو الراوتر ده ما يعرفش غير اللي متوصل به بس اما الشبكات اللي بعد الراوترات دي ما يعرف هابش تمام فلو عايز اوصله سبعة زيرو تمام لازم ان ابعط الباكت لمين لتلاتة اتنين طب لو عايز اوصل للشبكة بتاع الطنطة اللي هي تمانية زيرو اللي هي بعد الراوتر بنها اربعة اتنين طب لو عايز اوصله للشبكة بتاعت شبين اوديل مين لخمسة اتنين فحسب اتجاه والراوتر عبارة عن موجه راجل بيشوت بس هيشوت في انهي طريق انت اللي بتقول على حسب الاكزت اللي خارج منه لو انت عايز تكتب بالاكزت او على حسب النيكست هوب اللي بتقوله سلمله الباكت في كل شبكات البوينت بوينت يا جماعة اكتبوها عندكم يفضل يكون بالاكزت يعني لو انت مأجر ليس دي لاين بلاش تكتب بالنيكست هوب قصة انت هتحمل بروسيسنج على الراوتر زيادة وخلاص تمام وباقت كل الكلام ده بيفرق معانا دلوقتي عشان الكوالات تقوف سيرفس والحاجات بتاعت الفويس والحاجات بتاعت الفيديو فالثانية بطلقة بتفرق معاك تمام طيب امت استخدم من نيكست هوب السؤال بتاعت باش مواندوسها رائع هل في طريقة بستخدم لازم ان استخدم فيها نيكست هوب لما انت بتقول ايكزت هوب لازم انت نيكست هوب من الاول اساس في طريقة بستخدم فيها نيكست هوب اه طريقة السيناريو ده السيناريو ده لو انت عندك شوية راوترات اهو وفي وسطهم سويتش اهو هو ممكن نعمل كده ممكن ايه المانا يعني ممكن يكون السويتش ده مش اسر نيكي حتى ممكن يكون فريم ليه سويتش او اي تي ام سويتش بس في نص الجهاز ليه ارتوه وعايز اوصل للشبكة هنا 192 168 واحد زيرو هي الشبكة دي ولا الراوتر مين ار اتني جات اعرف هنا الراوتر ار واحد على الشبكة دي لو انا اعرفتها له باستخدام الانترفيز فاست زيرو على زيرو الراوتر هيبعتها للسويتش السويتش مش عارف يا راحة فين فيعمل منها كوبل ده وكوبل ده وكوبل ده يعني هي ايه مش مكتوب فيها نيكيستهوب مش مكتوب هي فيها راحة الان هي فتحة فيهم فالسويتش ليه ارتوه فبيبعتها بروتكاست ببعتها لكل الراوترات ده هيعمل لها ديس كارد وده هيعمل لها ديس كارد بس بعد ما انت عملت ايه في البندويتس وانت ضيحت البندويتس بتاعته مش ابترافك مالوش لازمة على اللينك بتاعتك طب لو انت كنت بتاعملها بالنيكيستهوب كنت كتابت الاي بي بتاع ده على طول فالفريم هو ها بيتكون كان كتاب النيكيستوب الاي بي بتاع الراجل ده اللي قدامي وتحط الماك بتاع مين بتاعه فلما راح للسويتش سويتش هيعمل ايه يونيكاست بس هيبعت له هو الواحده بس لان محدده فانما بحدده في لير سريب اي بي السويتش بيحدده في لير توب مين بماك انما انا مش محدد رايح فين فالفريم بتاعك بيبقى بروتكاست طب ما انا لو عملت النيكيستوب الراجل هيعمل سيرش مرتين ها تمام بس مش ضايع البندويت طب ما فيش طريقة يا عم توفر للدنيا دي فقاموا اعملين طريقة التالتة اللي هي الكورس سبسفايت انه نكتب بالاتنين جم بعض تمام ودي ما بتشغلش غير على الروترات الجديدة اللي خدناه بارح تمام كاتب كده النكيستوب بمسافة الـ exit interface اه فيبقى عارف هو رايح فين وهيخرج من ايه اللي هي الفول ايه يا جماعة الفول سبسفايت اهيه اللي هي الطريقة دي راحت فين اه ازاي لا مش هيبقى فيه الكورس في دلوقتي لانه بيها موجود جدول ازاي نكيستوب بقى باش مهندس وجنبها على طول مين الـ exit فمش اطلع ادور فين فوق صح كده ان الـ exit اهو اخرج من هو عشان توصل للـ IP ده اهو كان عندنا يا جماعة تلت طرق هم راحوا فين اهو الـ exit ده خلاص point to point وناسب جدا ده كان بيعمل الـ recursive lockup بس تخدمه امتى لما يكون في النص switch بس انا برضو لو كان في النص switch وعملت الطريقة دي كان بيعمل recursive طبعا ايز احل مشكلة recursive الفول سبسفايت اكتب الـ IP وبعدين جنبه ايه وبعدين جنبه السيريال اللي هيخرج منه كمانا يعني هكتب الـ next to hop جنبه السيريال اللي هيخرج منه فده بيسمونها الفول سبسفايت حسنا حسنا لو انا عملت طريق تاني لنافس الشبكة خلاص وعملت static route الراجل هياخد انا طريق يعني انا عملت قلت له عشان توصل الشبكة بتاع الشبكة اخد الطريق ده وانتكاتب برضو السيريال الاولي ده عشان توصل الشبكة بتاع الشبكة اخد السيريال ده تبلوكمة الضواراتية تمام؟ هياخد الده ولا هياخد ده تعال كده هش ليه؟ لا 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 ما هو الادمن هم اللي تاني عمين؟ انا اللي حاجد ده بقى ولو ده تبقى ايه؟ ما هو انا عند اتنين سريع او عند اتنين فاصل بس الادمن عمل طريقين اتنين لنفس الشبكة وطريقين مختلفين باستخدام ال command بتاع الاي بيو تعال شوف كده هيعمل ايه اول هنقبت الراحة كده عشان نخشها بايا عليها الدخل اللي هيعمل بالراوتر نا هو طبعا هياخد الاتنين وهيعمل لوب بالنس من الاول كده تعال كده اشوف انا كل اللي انا هعمله هزود كمان طريق تحت كده اهو هجيب راوتر اقول اوه هشطو هنا الروتر كده هنأضناها رفع لا يوجد مشكل سيريا له ده لا يوجد سيريا طبعا هكتب له سيريا اه طبعا يا شباب انا عندي ايه عندي ايه عندي هنا شبكتين تحت صح كده اهو شبكة ايه وشبكة ايه كل رجل شبكة فهقول والله ان دي شبكة مثلا 192 168 اربعة زيد اربعة زيرو ضد اربعة ضد ايه ضد زيرو وهقول دي شبكة تانية اللي هي 192 168 5 ضد زيرو لو اقع عليها خالص بقى كده المفروض باش مهندس اروح للسيريال ده احط له اي بي من الشبكة دي والسيريال اللي ادامه احط له اي بي من الشبكة دي تمام فالمفروض اخش اكتبه بالكماندور في طريقة سهلة في الباكت تريسر بتكتب بها الاي بهابت على الانترفيس لو انت عايس تتعلمها بس انا انا بفضل يعني اول سنتين كده شغلها على الباكت تريسر تمام كده لانك مش هتلاقي احجس ما يكون فيك اهو ادى الانترفيس السيريال بتاعتك ايه الجديدة وهم حتطلق الاي بي وعلى طوله بس يا ريت ما تعودت نفسك تشتغل جيو اي كتير لانك مش هتلاقيه على الكوماندور اهو واتديله سابنت ماسك وقول له اون يعني نوشت داون هو بيكتب معك على تكره الكوماندور تحت ايه كل خطوة انت بتعملها هو اعمال يكتب لك الكماندور تحت اهو عايز تحدد الكلوك ريت كمان حدده من هنا اهو لو انت عايز اهو بقى 60 الف اهو اعمال يكتب تحت معك كوماندور تحت اهو خلاص الانترفيس دا اهي انا حتطلقها اي بي وعملت عليها الساعة كمان اروح الانترفيس اللي قدامها مش عارف مين اللي قدامها اه السيريال زيرو على اثنين على طيب اقولك الحاجة على زيرو دي اللي قدامها اهو اوم داخل جوه الراوتر دا كونفج وداخل على السيريال زيرو على اثنين على زيرو ايه ايه انتل اي بي بتاعك اربعة اثنين وان وزي الفل فاللينك نور اهو طب عايز احط اي بي هنا خلاص عايز ادي دا خمسة ايه خمسة واحد اللي هو دا وده خمسة اثنين من عناي اهو اهو ادى السيريال اهو مئة اثنين وتسعين ضغط مئة اثمين وستين ضغط خمسة ايه ضغط واحد اون واعمل عنده الساعة اهو عايز اروح الى قدامها سيري زيرو على اثنين على زيرو قدروا خمسة اثنين اهو config 192 ضغط 168 ضغط خمسة ضغط كام ضغط اثنين وان بس يا سيتي دينية كلها نورت لو احنا كده من غير ما نعمل الستيكروت ولا اي حاجة كل راوتر بيبقى عارف شبكات اللي جنبه فالراوتر ده هو هيبقى عارف مين هيبقى عارف شبكة دي اهو الراوتر ده هيبقى عارف شبكة دي وهيبقى عارف شبكة دي وهيبقى عارف شبكة دي الراوتر مين اللي نواف عليه ده هو اللي نواف عليه ده هيبقى عارف التلس شبكات اللي موجودين فيه صح كده الراوتر ده هيبقى عارف مين عارف ده وده الراوتر ده هيبقى عارف مين واحد اتنين تلاتة دورك انت كأدمن انا عندي كم شبكة في الرسمة اعدي كده معي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ان يكون موجود في كل روتنج تابل خمس شبكات دورك انت كأدمن ان كل روتر عندك يقدر يوصل للخمس شبكات تمام سواء يوصل لها دائرة étique عن طريق الاب او لو هي رموت عنه يوصل لها ايه رجل اتمن جيه عملية جيه قال له عشان تطلع من هنا تروح للشبكة بتاعث شبكات اللي هي 3 zero اخرج من السريل 0 على 2 على 0 وقال له برضو عشان توصل للشبكة بتاعث شبكات اللي هي 3 zero اخرج من السريل 0 على 2 على 1 دي احك عليك قتب الطريق مرتين بس مرة من الفتحة اللي فوق ومرة منين من الفتحة لتحت اهو هكذا بس نشوفهم كده اهو جيهن اهو الراجل اهو منتقل البساطة تعال نشوف شوراننج ايه اللي مكتوب جواه شوراننج كونفج اهم اهم كومند عندنا اللي هو شوراننج ده وبيجي في المتحان كتير جدا في طلب الشوتيج انا هشيل ده خالص اهو ابدأ من اول وجديد ونفجر تيرمنال نو وقدامه مين الكومند بتاعنا اهو اي بي مسافة روت اسم الشبكة بتاعتنا اهو اللي هو تلاتة زيرو اخرج منين من السيريال زيرو اخرج من السيريال زيرو ايوه عشان كده مشروض يكتب انا عملا دور عليها باش موندسها بناء اهو شوفت بقى صح كده اه سيريال زيرو على اثنين على زيرو اهو ومرة تانية روح لها من سيريال زيرو على اثنين على واحد اذا الكوماندين اهو كتبتهم مع بعض اهو ما عندك بقى الروتنج تابل بيبقى محطوط فيه احسن طريق البستروت يبقى الروتنج تابل ما بينحفقاش محطوط فيه كل الشبكات كل الطرق تاع كل الشبكات لا اهو جاي بكل شبكة باحسن طالب ليها يبقى الانفورميشن اللي موجودة في الروتنج تابلها بسا مبقاش لقى كل الطرق بفيه حاجة اسمها البستروت بس الا اول با اول وابق اول وابق خك الروتن بيقول له يحسن طريق النظام يطلع كده يطلع كده انت المتحدي انت اللي بتحديد. كل اللي استاكد بايدفور في التوست التاو كان. انا عملت طريقين جلوانا. طيب راوطر ما بيكسبش وراء التوست. مش انت اللي عملوا بيه لك. ما بيستاكده. انت اخطروا طرعين يا مش مهندس وضحي كده. اه. هيختار منهم ازاي؟ الراجل مش هيختار منهم حاجة. لان ده تكليف تتين وده تكليف تتين. ده بايدفور كده. كل اللي استاكد بايدفور كده. هيا بني بقى هنشوفه بقى. انا عندي يا جناعة في حاجة اسمها طوز. الطروط دي كده مهودة جولده لده احسن طريق. طب انا بجيب احسن طريق ايه? لو انتهتون واللي تقول لك عليه لو انت شغال ضينات. طب لو انا شغال لساك. الطريقي اللي تقوله اطلع منه ان يطلع منه. طب لو عندك طريقي اللي نفس الشبكة هيقلب له مين? ده القص جير وده القص جير. لما راوط بيه اي شبكة واحدة. لا طريقي اللي بجيبه صريح. التكليفة. بتخطوهم بالاتين بوجاته. ايه? لو الشبكة الهها اكتر من الطروط دي مزسولة التكليفة. الروطة بيتخطوهم بالاتين بوجاته. ويعمل عليهم. اعمل عليهم ايه بقى? حاجة اسمها اكوت موستوود بلد. نحمل عليهم الاتين. اه. لما يجيلو بقى مرة يبعثوا ينماني. مرة يبعثوا من ينماني. هلقوا الكرام كده? بس هاي بقى. اه. فاني. يحمل عليهم الاتنين. تالي. يبقى الحاجات اللي موجودة جوال جراؤتين جتيرهم يا جماعة احسن طريقة. يبقى من عقارة دي? يبقى للطروط اللي موجودة جوال جراؤتين جتيرهم ده بيستروت. طب هو بيجيب البيستروت بولانا عليه. بولانا عمال 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 اسمها ال بوست. طب هلوم تكون شغال داينامي. طب لو هي استاتيك. هو بيحداتش بياخد انت للدهول. حلو كده لان التكلفة بتاع الاستاتيك بيجيته بتبكاس زيره. بتقى القوست بتاع الاستين يا جماعة بزيره. تمام? فلو جيت حضرتك كده بصد ووراوه تنجتيبه بتاع الراجل ده. يا الهرابيض. عملت شو اي بي روت كده? ايه ده يا عام? ده تلاتة زيره بوصل لها استاتيك. بس مرة عن طريق سيريال اللي فوق ومرة عن طريق مين? اهو? صح الكلام? يعني لما تيجي تعمل بينج جاية من على الجهاز. البنج ده اربع رسائل. الاولانية طالعة من فوق. التانية نزل من تحت. التالتة من فوق. الرابع من تحت. بيوزع. ليه بيوزع? اصل اتنين تكلفتهم بزيره. طب ومين قال لي ان تكلفتهم بزيره? اصل هو ما استاتيك. وهو ما بيحسبش وراك. هو المال يا عامم هو القد من اللي قال لي. انا ميش دقى بقى بسرعة ولا دليه ولا كلام مندي. انا اي حاجة طلع على الحل تلاتة زيره طلعها مرة من السيريال وطلعها مرة من السيريال التانية. بس شخر. تمام يا بشوان ديسة جده? يبقى الطرق اللي موجودة عند الجوال جدول هي الطرق اللي هي احسن طريق. بيسموه البستروت. ده اللي فين? ده اللي موجود في الروتنج تابل. يا روتنج تابل هيخسابهاende مون الله عمل اخري الدي بحوصة ؟ بحسب الحصول بحسب الحصول على الروتنج تابل. من اللي بحسب مش الروتنج تابل؟ الروتنج واللي شغال على الروتنج 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 بروتنج اسمه العاصد penём Understanding اليوم عادلة اسمها المترك. المترك دي عن كوست يعني. يعني لو الروتنج تابل ابقاش في كده تبقى جدicionラوت فيها فيه اكتر من طريق. بس اللي له كل شبك طريق واحد احسن طريق. صح كده ببقى فيه توفقك كقل بس امع شفقة كمين احسن طريق بس اعني لو هي حسenteك مش هتتتغير shape لو دينامج بقى انا هلعب بقى في المعادلة بتاعة المترك فكل راوتنج بروتوكول يقعد يحسب الطرق الشبكة وينقق منها أحسن طريق يضعه مين جوال راوتنج ديب يضع أحسن طريق الديناميك راوتنج بروتوكول فالديناميك راوتنج بروتوكول أنا بحطه على الروتر علشان يعرفه الشبكات البعيدة زي وصلها وهو لما بيجي يعرفك الشبكات البعيدة بيديك أحسن مين أحسن طريق بيدخل كل الطرق اللي بيجيبها جمع معابلة اسمها الكوست والمترك أقل مترك أهو اللوست مترك أقل مترك الطريق اللي هو أقل مترك هو ده البستروت أحسن طريق وهو ده اللي بيضع فين في الروتنج ديب يبقى ثاني كل طريق بيبلوه كوست الكوست دي بيسموها مترك طب هي المترك دي لي ولا باندوس ولا لود ولا كلام مين لسه معادلات بقى ربنا يعني كرمنا بقى وقتها ان شاء الله تمام كده فكل راوتنج بروتوكول بيبلوه المعادلة بتاعته اللي بيحسب بها أحسن طريق طب عنده أشهر طرق للشبكة بتاعت الطنطة أخطر أحسن واحد أحطه بجوار راوتنج تيبه طب لو في طرقين اتنين تساوه في المترك يحطهم الاثنين طب لو في طرقين اتنين تساوه في المترك يحطهم الاثنين بيعمل عليهم ايه اهو نقول كده بقى لو في اكتر من طريق اف تو اور مور باس اهو لو في تو اور مور باس ازاوه يا جماعة ار اكوال في المترك بتاعته بيعمل ايه بيعمل حاجة اسمها اكوال كوست لود بالانس يعني بيحط كل الطرق المساعة في المترك تمام كده؟ يعني عندي خمس طرق للشبكة الطنطة منهم اتنين طرق بالتلاتة ومنهم تلات طرق طرق باربعة هحط الاثنين اللي هم لهم تلاتة دولا هحطهم في الراوتنج كتابه مجهور احسن طرقين عندي؟ بس باي ديفورت الستاتيك روت اهو باي ديفورت الستاتيك روت زيرو اهو المترك بتاع الستاتيك روت زيرو سواء كنت عاملوا اجزت او عاملوا ايه بالنكس طرق واخدنا الفرق ما بين الاثنين حلو؟ طب يعني دلوقتي لما نجي نختبر هنعمل ايه؟ اهو بصوا كده الراجل ده عايز يكلم مين؟ عايز يكلم الراجل ده؟ ماشي بصوا كده مرة الباكت هتطلع من فوق ومرة هتنزل من تحت اده اول واحد اده اول باكت نزل ادنين من تحت طبعا الراجل ده بيوقح ليه؟ عشان لسه معرفش الشبكة اللي هناك اهو بلاك خول اهي؟ لو عايزوا يعديها هتعمل ايه؟ تعمل عنده استاتيك روت اهو؟ يعني ديجوا تقوله الشبكة هتلات عشان توصلت لها من اين؟ من السيريال ده اهو بلاك خول اهو يا جماعة قدامكم اهو اهو configur terminal oi b مسافة root 199 168 50 55 55 55 0 اطلع منين؟ سيريال كان بقى؟ اه 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 اتنين واحد اه 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 زيرو على اثنين على واحد اهو يا عم كده تحن نشوف اده اول باكت من تحت تاني باكت من فوق تالت باكت من تحت او 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 صويني بقى علي بس معلش ده ليه ما اكملش ما حطتوش ابات لده حطين صح مش حطين اي بي اهو اي بي روت مئة اتنين وتسعين مئة امين وستين خمسة زيرو صح كده اهو اي جماعة ده تلاتة مش خمسة ده تلاتة ده تلاتة يا شباب اهي الرجل والله الرجل اللي عامل معك كل الواجد بس يعني مش عارف انت ظلمه ليه اهو اي بي روت اهو تعالى كده نحط هنا اهو كده ايه بس اهو اي بي روت بدل دي ما هي خمسة نخليها كام خليها تلاتة صح تمام هي خمسة دي اللي جنبه ده بتاحته هو الخمسة دي تعالى من هنا اروح بقى هنا هتلاقي بي يكمل لحد الاخر ان شاء الله اهو هده طريق الاولينية البكت الاولينية هاي ماشيها من تحت هتكمل معاه هول حد النهاية والطريق ده كنا معرفينه ازاي يرجع بس كنا معرفينه ازاي يرجع من فوق صح كده اهو خد طريق رايح وهو رايح خد طريق تاني لان فوق كنت معرفة بس فين انه يرجع من اهو لو جيت بسط هنا لو جيت بسط جوا الشبكة دي بص كده اهو شو اي بي روت لا انا قلت له يرجع منين على فكرة اهو واحد اهو كنت اعملها في الاول خالص عشان تروح له واحد ودها المين للسيريال زيرو على اثنين على واحد اهو اللي هو ده ايقول له عشان توصل الشبكة واحد دي طلع الباكت منين من هنا فاللي فوق ده اطل عمره هيرجع منين من فوق لو عايزه يرجع من تحت كمان مرة من فوق مرة من تحت هديره اعرفه طريق تاني من تحت اهو يعني اجي كده اقول له ايه configure terminal مسافة روت عايزه يوصل للشبكة واحد زيرو اهو اطلع منين من السيريال زيرو على اثنين على كام على زيرو لو جيت بصتي كده جول تابل ترشو اي بي روت هتلاقي ايه الشبكة واحد على زيرو بوصل لها بطريقين اه صح كده بص اهو هتلاقي الراجل ده اعمل له بالانس زي الفول دلوقتي مرة من فوق ومرة من تحت اهو اخذ الطريق اللي فوق اخذ الطريق اللي تحت اهو ده واه اهو ده اعظم ان لسه شبكه مين واحد شوفت بقا لازم ان تعرف كل الروترات على كل الشبكة اللي عندك اهو يطلع منين سيريل زيرو على اثنين على زيرو هذا سيريل زيرو على اثنين على زيرو تمام تعالكم ده نشوف بقى تاني كده اوه الراجل ده عايز روح هنا عايزين بس ننفسها مرتين وراء بعض خليكم معايا كده الراجل راح من فوق هو راجع راجع من تحت اوه مشارط الطريق اللي رايح فيه ارجع منه طب لو هنفزها تاني اهو لو هنفزها تاني تعالك انشوف هنفزها تاني واحد مرة تانية ايه الراجل بيعمل بنج مرة تانية اهو المرة التانية راح نازل من تحت بس هو راجع هرجع من اين من فوق بيعمل له بالنس بقى اهو حلو الكلام كده في مشكلة كده يا جماعة ممكن ناخد بس بريك سبع دقايق كده ماذا؟ لو عايزين تنفزوها انتو نفزوها عندكو بقى احنا قلنا مع بعض اتفقنا مع بعض انا لو عنا عندي شبكة اه ماذا؟ وعندي شبكة او راوتر اهو نتكلم انكمل موضوعنا ان شاء الله ماذا؟ لو انت الراوتر ده اهو معرفه انه هيوصل للشبكة دي بالطريق اللي فوق خلاص هيمشي من فوق صح كده؟ لو انت قطر خده الطريق اللي تحت هيمشي من تحت طيب لو جيت بقى البشمونس محمود راح اجيه على الراوتر ده اهو وقام مشغل الستاتيك ومشغل معاه الاوز بي اف يعني هو عرفه على الشبكة البعيدة دي استاتيك وكمان راح مشغل معاه الاوز بي اف تمام؟ الراوتر بقى هياخد الطريق اللي جابه الاوز بي اف ولا هياخد الطريق اللي جابه الاستاتيك يعني يصدق كلام الاستاتيك ولا يصدق كلام الاوز بي اف تاني تاني بقى ها تاني ما هنشوفه بقى تاني بشمونس محمود راح مشغل ايه؟ مشغل الراوتر بتاعه تمام؟ استاتيك مشغل اوز بي اف ها مشغل اتنين فالطريق الاستاتيك قاله عشان توصل للشبكة ان عشرة ده اهيه اطلع من السيريال زيرو على كام على اتنين على زيرو لما شغل الاوز بي اف قاله لا ده ان عشرة ده عشان توصلها انزل من السيريال اللي تحت اهو واحنا قلينا اللي بيتخزن عندنا جوا التابل واحسن طريق فدلوقت الراوتر بقى محتار ها open short spot for routing protocol فايدته ان هو بيتشغله عن network علشان يعرف الراوتر الشبكات البعيدة عنه ده dynamic routing فانت شغلت static وشغلت ديناميك فالراوتر ايه 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 اصر مسافة ازاي ده نوع وده نوع تاني خالص حسب المعياب لا ايه لو انت مشغل اكتر من source routing يعني زي ما في باشمونس محمودة عمل كده رح مشغل بقى static اهو الراوتر ده حط على static route قال له عشان توصل للشبكة دي اطلع من فوق وقام منازل software على الراوتر اللي هو الOSBF فالOSBF قال له عشان توصل للشبكة دي قدرا خد من تحت الراوتنج او الراوتر لو لها اكتر من طريق جاي من اكتر من مكان نرتبهم على حسب الpriority الpriority عندنا جوا الراوتر بنسميها ايه بنسميها administrative distance administrative اولوية distance administrative distance فيقول لك لو انت عمدك شبكة direct connected وحد جايب لك طريق ليها غير direct connected لا ده نصدق direct connected قص الايد دي بتاعتها ب zero الاولوية بتاعتها ب zero الاولوية بتاعتها ب zero اعلى اولوية فال zero اعلى اولوية طب لو عندك طريق static الايد دي بتاع الاستاتيك بواحد طب الرب لو الرب لو الرب جاب لك طريق الاولوية بتاعته 120 فلو الاستاتيك الادمن كتاب لك طريق بايده وانت جاي لك طريق تاني بالرب بالنفس الشبكة الراوتر ياخد ال L يصدق الاستاتيك ويرمي الطريق اللي جابه الرب اقولك انا الاول على القلاس كل ما الاولوية بتقل كل ما البريوت بتزيد انا الاول على القلاس يبانا اخل واحد في القلاس انا اعلى واحد فيكم صح كده طب لو الاستاتيك انت مشغل الاستاتيك بمية وعشرة اوه فالاستاتيك يكسب فلو الاستاتيك الادمن عاملك طريق من جهة والاستاتيك جاب لك نفس الشبكة بس من جهة تانية الاستاتيك اعلى فليتخزن في الراوتنج تابه الاستاتيك طب لو اين اشغلان EGRB AGRB 90 لانك بتاخد كورسي سيسكو فهم معاليين البريرة بتاعتهم يبقى ثاني الادمنستراتيك علشان افرق ما بين راوتنج وروتكول وبعضيه علشان افرق ما بين وبعضه طب المترك علشان افرق ما بين تورو انا عندي طريق جاي من الاستاتيك وطريق جاي من الاستاتيك اخبتها مين الاستاتيك لانه ليه اقل ادمنستراتيك تمام يبقى ثاني القصة دي كده عشان نباشمونس محمد ها عندنا يا جماعة اهو اده الراوتر بتاعي له هنا راوتر اهو وفي هنا راوتر اهو ادمنستراتيك ادمنستراتيك لا مش اقل المسافة انا اقولش اقل المسافة اه اعلى اولوية اعلى بريوريتي يعني مسافة هم اولاد لازينة اه اقرب واحد من الادمنستراتيك اه الادمنستراتيك والله ما هو لها دعب المسافة خالص اولوية شي لي الادمنستراتيك ما تدرجمهاش حرفي لان انا قصه والقصه هاجبها من اولها مش 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 وقتها خالص ها دي حاجات الادمنستراتيك دي حاجات الادمنستراتيك بشواندستراتيك يعني واحد بسبتة ومسافة اه او مصافة والمئة وعشر بسبتين ودسعين دي بسبتين بس ممكن اغيرهم بلا او عايز انت اتغيره بس دي استاندر يعني لو مش عايزوا ياخد الستاتيك وياخد الاؤس بيف هروح اعلي الادمنستراتيك فياخد الطريق الاؤس بيف يجيبه ايبا تاني بقى كده واحدة 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 بس واحدة واحدة كده معي ها الراجل رح على الراوتر دهول بشماندس محمد وقال له علشان توصل للشبكة 3 zero ده ها اطلع من السيريال دهو فبقى عنده طريق استاتيك للشبكة 3 zero 2 من السيريال ده تمام البشماندس محمد اما رايح مشغل على الراوتر ده راوتنج بروتكول بقى عنده طريق استاتيك وطريق دايناميك فالراوتنج بروتكول هو بيحسب احسن طريق قال له لا بسببك من الطريق اللي فوق خد الطريق اللي تحت فالراوتنج بروتكول جاب للراوتر طريق والادمن حط بايه دول الراوتر طريق الراوتر هيصدق مين قال لك علشان نفرق ما بين البروتوكولز في عندنا حاجة اسمها priority الpriority ده بيسموه ايه؟ بيسموه administrative distance كل ما الpriority بتقل كل ما انت بقيت باشا بقيت اعلى مصدقية تمام؟ هما بيسموها كده trust awareness اقول لي ما الرقم يقل ده؟ اقول لي ما الرقم يقل ده؟ ما هو بقى يا بقى اخودي بالك الpriority في الفاليو لما بتقل بيديك اعلى اولوية اقول لي كان الفرس عالقلاص يبقى اعلى واحد فيك؟ ماذا قال لي واحد؟ ماذا انك اقول لك المسافة اللي بيدي وبين كل ما تقلق بقى احسن؟ ايه بقى المسافة اللي بيديكو من الadministrative؟ من الadministrative ده؟ لا 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 احنا هنكمل دلوقت مين بقى المسافة اللي بيدي الadministrative؟ احبراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يا بقت شوية طب يا مفهومة كده سببت على كده طيب يبقى كل ما الpriority key يا جمعاء رقمها B-L فيبقى الصورسي بتاع الطريق احسن فانت لو مشغل static ورب لا الراجل ميصدقش الرب بس يصدق مين يا باشي منص عمره يا الستاتك لان هو بواحد هو رب 120 وعشرين طب لو انت مشغل الرب والاوز بيف لا الاوز بيف هو اكبر مصداقي انه مئة وعشرة الرب بمئة وعشرين فالروتر بتاعك يصدق الطرق اللي جاي منيه من الاوز بيف عن اللي جاي من الرب ها? الله يكريب اقل ادنين ديستانس اللي بعده الاي جي ار بي اللي بعده الاوز بيف لو انت مشغلك نين منهم اتنين منهم اقمال يعمل ايه المترك اللي انت قلت عليها اه فالمترك بستخدمها علشان افرق ما بين البساط المترك بستخدمها علشان افرق ما بين الطرق اما الادمنستراتيب ديستانس بستخدمها علشان افرق ما بين ايه? اولويات اللي هو راوت روتنج بروتكول يبقى ثاني بقى واحدة واحدة خالص كده صلووا عن نبي بقى اهو عندي هنا شبكة اهو اهي اهي واو ده سيريال زيرو على اثنين على زيرو وده سيريال زيرو على اثنين على واحد الراجل ده هو راح مشغل الرب ورح مشغل على الروتر ده الاوز بي اف يبقى عنده كم شبكة? اثنين واحدة رب واحدة اوز بي اف يعني مشغل اثنين بروتكول على نفس الروتر الرب ده يا جماعة لما بيجي يحسب احسن طريق احسن طريق بالنسبة له بيبقى اقل عدد من الروترات لو انت مشغل الرب فالمعادلة بتاعت الرب اقل عدد من الهوب كونت يعني الطريق الكويس بالنسبة له اللي فيه روترات قليل الرب اهو في الرب عندنا المترك بتاعته ها حاجة اسمها هوب كونت حاجة اسمها ايه هوب كونت الطريق اللي فوق لو انا واقف على الروتر ده واعيز اوصل للشبكة دي هعد على كم روتر واحد اثنين طب لو خدت الطريق اللي تحت واحد فيبقى كده القص بتاعت الطريق اللي فوق اثنين والقص بتاعت الطريق اللي تحت واحد فاحسن طريق بالنسبة للرب او البستروت الطريق التاني اهو باستو الرب حدد الطريق التاني بناء على ايه اقل عدد من الروترات فجي للروتر بتاعك قال له يا روتر عشان توصل لشبكة البعيدة اللي هناك دي اطلع من السرية الزيرو على اثنين على واحد يبقى المترك يا جماعة باستخدمها في ايه؟ لما ييجي الروتنج بروتكول يحسب مين احسن مصار للشبكة فالرب بياخد احسن مصار بناء على قل عدم الروترات فالباشمونس على قالك لا يا عمد انا اعترض على الموضوع ده ليه يا عمد بتاعترض؟ قالك يا عمد الطريق اللي تحت ده اساسا هو ايه روتر واحد بس داي القب والطريق اللي فوق دوت ده ايه واناية؟ اتنين ميجا بقى سيب اللي اتنين ميجا واروح للطريق اللي تحت الرب ما عندوش حاجة اسمها باندوسة يا رجال روترات روترات بس عاملينهم السبعينات باندوسة بتاعي تطرج تمام؟ فالرب احسن طريق بالنسبة لكل شبكة اقل عدد من روترات فانت لو مشغال الرب بس هيحسب لك كل الشبكات اقل عدد من روترات وشكرا طب الاس بي اف الاس بي اف بي اعتمد اعتماد كل في الميترك بتاحته على البندوسة الOSPF يعتمد اعتماد كبير عنده في الشبكة بتاعته على البند ويتس بيوم عامل كده عشرة قصة ثمانية على البند ويتس طب هو ليه حط البند ويتس في المقام؟ عشان كل ما البند ويتس دي يكبر يبقى القصة قليل هو انا لما اقسم على اثنين غير مقسم على خمسة ما عايز اندويتش باشمونتس علي اسمتوا على اثنين كل واحدة يأخوا ربعة طب اسمتوا على خمسة ولا عشرة كل واحدة يأخوا حتة قدي كده صح كده؟ فكل ما المقام بيقى ايوة مواسندوش كامل؟ لا ده بقى شقة دلوقتي اي اي أبش مهندسة اي ابش مهندسة وقتها هقولك عليه يعني هناخد شبط الOSPF وقتهاها قلك عليه بس عموما هو الOSPF يحط البند ويتس في المقام ليه البند ويتس في المقام عشان كل ما كبرت يعني اثنيين ميجا دي بى اثنيين مليون فلما أقسم على 2 مليون هيدينا رقم صغير غير لما أقسم على 56 كيلو صح فكلما القوصت أقل بأخذ الطريق للقوصت بتاعه أقل تمام فالراجل اللي شغال قص بF هيقولك لا يا عم يطلع من فوق اهو فالقص بF أحسن طريق بالنسباله مين سريال زير وعلى 2 على زير في فوقه في 2 ميجا فلما أقسم على 2 ميجا هيدينا رقم صغير أنا ملا مأسم على 56 كيلو هدينا رقم صغير ها تاني بقى عشان نخلص من الحتة دي ها متكده خلصت آخر مكالمة لك النهاردة ماشي حضرتك اه بالزبط ها بصوا كده أنا لو عند الروتر ده ها متوصل بإيه ها بكذا طريقة ها وعايز أوصل للشبكة اللي هي في الآخر دي اللي هي 192 اهو 168 3 زير لو انت شغالة براوتنج بروتكول اسمه الرب مشغالة الشبكة دي بالرب في الرب أحسن طريق بالنسبة له أقل عدد من راوترات حاجة اسمها الهوب كاونت يعني لو في شبكة بيوصل لها براوترين ونفس الشبكة بيوصل لها براوتر واحد ياخد من راوتر واحد تمام؟ فالباشموندس خالد قال لك لا يا عم اه هو أحسن طريق بالنسبة للغيب الطريق اللي تحت لأنه هيعدد على راوتر واحد اهو والطريق اللي فوق هقدر كام راوتر واحد اتنين بس الطريق اللي تحت 56 كيلو سرعته ضايل قب والطريق اللي فوق ايه واناية سرعته 2 ميجا 2840 يا نهارة بيض يبقى اطلع من فوق ولا انزل من تحت فلو انت شغال اوز بي اف الاوز بي اف بيعتمد المعادلة بتاحته على الباندويتس فالاوز بي اف هيقولك لا سيبك من اللي تحت ده تحت البطيئ تعاني اطلع من فوق لو انت شغال راوتنج بروتكولك تضايلا ما دي خلصة تباش وانس عمر هتاخد احسن طريق هو يدولك وخلاص طب لو انا منزل لتنين نروح بقى المين للبريوريتي هو الرب اقل بريوريتي ولا الاوز بي اف اقل بريوريتي اه بالصبط الاوز بي اف كانت Administrative Distance بتاحته 110 والتاني 120 فالراجل يصدق الطريق بتاع الاوز بي اف يبال لو انا بفرق ما بين طرق باخد اقل مترك بقل مترك طرق مترك طرق مترك لو انا بفرق ما بين راوتنج بروتكول Administrative Distance . . . . . . . الأول هو البريريورتي بتاعه بشون سايد كامل بشون صلاح كامل الأقل لا صدق طب هو البريريورتي سايد جاي بالطريق بتاعه منين مطبق عليه المعادلة بتاع البريريورتي بتاعته تمام؟ كل واحد فيهم بيقوله طريق شكل لان كل واحد فيهم له معادلة مختلفة عبتاني المعادلة دي اسمها المترك الاس بي اف بمئة وعشرة المترك قصلك؟ المعادلة على طول يا بشون مهندسة المعادلة بتاعي الكوس دي كل ما بتقل كل ما يكون احسن وعشان كده ييضم أن podill في المقام عشان كل ما الطريق في بند ويت بتاعته يزيد يقل الذي يبدأ من الكسر اهو اهو اهيي شوفت المعادلة بتاع البند ويت سفين اهييي القص بيه في المعادلة دي 10 أو 8 على بند ويتس فلم ي draft игра دجو ميجة ده سابت فلو الطريق عندك سرعته اثنين ميجا غير لما يكون سرعته ستة وخمسين كيلب اثنين ميجا دي يعني كام اثنين مليون بيتبير ساكندن نحنا نضرب في ألف ده المترك بتاع الوز بيف فلما تقسيم عشرة واستمانية على اثنين مليون ولا تقسيم عشرة واستمانية على ستة وخمسين على اثنين مليون هديك طريق صغير اه اه قص صغير يعني هو دلوقتي ان انا باخد باخد عشان اخد اي طريق لا افرق ما باتنين راوتنج بروتكول اه حضرتك بزبط اوه اسمان المفروض وانا شغال ما بشغلش غير راوتنج بروتكول واحد على الشبكة كلها ده انا بقولك لو حصل اه حصل لو حصل نيتنا نزلت اثنين راوتنج بروتكول اه فاضطر اتقارنهم فاضطر اتقارنهم بحاجة اسمها الراوترات كلها يا جماعة بتبقى شغالة بنفس الراوتنج بروتكول للشركة طب انا لو شغلت اثنين راوتنج بروتكول طب ليه بشغل اسباب تانية انا اقول اشباب عادي لو اثنين راوتنج بروتكول هاخد اقل ايه طب هو اسمان الراجل ده لو هو بيجيب لك الطريق بديك احسن طريق ازاي عنده معادلة في الناغو بيطبق على الطرق اللي جابها بياخد احسن طريق من وجهة نظره فاحنا عندنا كل راوتنج بروتكول يا شباب له حاجة اسمها مترك اهو ايه المترك لو انت شغال ريب هتلاقي المترك بتاعته فوب كاونت لو انت شغال اسب اف هتلاقي المترك بتاعته باند ويتس يعني بيدخل باند ويتس عندنا لو انت شغال ايه اي جي ار بي هتلاقي الباند ويتس والدلاي واللود والريلاباليتي يحطوهم كلهم في معادلة هنشوفها ان شاء الله بيجي ناخد ال اي جي ار بي تمام هم علشان احدد احسن طريق خاصة بكل بروتكول خاصة بكل بروتكول فكل طريق بيبص للشبكة من وجهة نظره دي المعادلات يا جماعة دي المعادلات بتاعت المترك بيبال راوتنج بروتكول بيجيبلك احسن طريق بنانا على ايه بنانا على معادلة تمام هم المترك بتاع الطريق الاستاتيك بزيرو مانوش كوست ده القادمين المدهولي احسابه الكوست ليه فكرنه مع مين ده القادمين اللي قاله اخده وانت مغمط فالاستاتيك الكوست بتاعته بكام بزيرو كوست طيب احسن طريق هو الاقل عدد من راوترات واقل لود واعلى راوترات واقل راوترات بالضبط احسن طريق احسن طريق احسن طريق احسن طريق اي جي ار بي تسعين بتاع اوز بي اف بمية وعشرة بتاع الرب بكام مية وعشرين احسن طريق احسن طريق احسن طريق احسن طريق والله احسن طريق بس بيعمل بزيرو احسن طريق حلوة كده في مشكلة كده عند حد طيب عرفنا ان الراوتر بتاعنا ده ها حمل على الاثنين لما انا عملته استاتيك ليه؟ لان هما هما الاثنين متساويين في الكوست ده بزيرو وده بزيرو لانه استاتيك وهما الاثنين متساويين في الاولوية لان الامرستراتي بديستنس بتاع الستاتيك بكام بواحد بواحد يعني مش طريق واحد جابه استاتيك والتاني جابه رب بتاع الاثنين استاتيك صح كده؟ طيب عايزين ناخد دلوقتي حاجة تانية اسمها اسمها ايه بقى؟ حاجة اسمها فلوتينج استاتيك روت يعني ايه فلوتينج استاتيك روت؟ يعني انا عامل اتنين استاتيك بس عايزة باش مواندس محمود ياخد واحد فيهم والتاني بقى ما يحملش عليهم الاثنين فلوتينج استاتيك روت يعني انا عايز اعوم واحد برا الجدول اطير واحد برا الجدول تمام؟ يعني هم مش وضعت محمود عبدالرقين عاملوه بالانس؟ لا عايزة طير واحد من الجدول اللي موجود في الجدول لو وقع التاني ينزل تمام؟ لو اللي موجود في الجدول رجع التاني يطير باقب برايماري وباقب تمام؟ ليه؟ الاستاتيك الاولان اللي فوق ده كان دائرة فايبر الاستاتيك اللي تحت مثلا كان ضايل أب ما ينفعش يعمل عليهم مولود بالانس؟ انا عايز اتخدمه الفايبر لو الفايبر مقطوع يمشي ضايل أب صح كده؟ اين كان؟ تمام؟ الكوست بتاع الاستاتيك مقدرش اغير فيه ومال انا ممكن نلعب في ايه؟ في الاولوية في الامنستراتيك مش الاولوية بتاع الاستاتيك لسه واخدنا حالا بواحد هخلي واحد بواحد والتاني باتنين حلو يبانا هغير في مين يا جماعة؟ في البيتراتيك هخلي واحد بواحد زي ما هو والتاني خلي باتنين فراج اللي انشاء العالمين؟ على الواحد لانه على الاولويه؟ طب الواحد مش موجود؟ ينزل الاثنين ينزل الاثنين او الاثنين لو انت ما خيرتش في الاولوية بتاعتهم الاثنين بواحد واحدة كده واحدة كده طب انا عايز اعمل فلوتينج فلوتينج عن الروب باكب حاجف طريق الباكب وعل الاولوية بتاعته عن مين عن البرايمر يعني علها يعني خليها اثنين خليها اثنين خليها اثنين خليها خمس اه بالزبط كده تمام؟ فادينا كده انا بعمل ايه؟ لوت بلانس بقال حد يعني في حاجة تانية اسمها جروب بولوس ان شاء الله تاخدوها في سيسن بي يقول لو الترافق طلع من الشبكة الفلانية معديه من فوق لو الترافق طلع من الشبكة التانية عديه من تحت اه تمام كده اه عشان بقى ايه بقى؟ علشان اقول انه ده عامل في اي بي اماشيه على الطريق اللي باندوس في تحته عالي تمام كده اتيداتا بتعمل كده؟ تمام؟ تمام؟ استاتيك الا اثنين استاتيك فعمل عليهم لوت باندس انا عايز اعمل ايه؟ عايز اطرقين الاستاتيك دول واحد يكون برايماري والتاني بقى طب لو انا عندي واحد استاتيك والأي جي ار بي شغال وعايز اقول له الاستاتيك يكون بقى بالأي جي ار بي يبقى خلي بالروت بتاع الاستيك بكام؟ بالأي جي ار بي بواحد تسعين مش الاجي ار بي تسعين اهو؟ لو انت عايز تعمل طريق استاتيك يشتغل امتى؟ لو الديناميك راوتنج بروتكوب بتاعك وقع فايجع على البريروت بتاع الاستيك خلاب كام؟ واحد تسعين بواحد تسعين فياخد التسعين اللي هو الاجي ار بي كن الطرق الاجي ار بي الدهان وياخده انت هيروح للإستاتيك لو الاجي ار بي وقع بتحكم فيه ده ديفولت ده ديفولت اغاير زم انت عايز وهو كلمة ديفولت ديت لما قلت انا كلمة ديفولت يبقى ممكن تعملها بمشاعدنا هنتقلين بيه دي ليالة من أجل البريروت كولية فاللو هو بروتكول الاجي ار بيهان هو مثلا استاتيك مش هفرر يا بقى خلاص شكرا ما هو كده عند طريقين استاتيك اه بقى عملي اي بقى؟ هاجل واحد فيه ام استاتيك وعليل البريروتت بتاعته هم حاجة واحدة مانا بس انا هقال لالواحد بس التاني هسيبه بزيد بواحد ايسه بزمان كام ممكن اتغير زمان عايزة ممكن شبكة تغيرها زي ما انت عايزه يعني جزء من الروتين جوته اغير ازاي الـ Administrative Distance بصوا اهو بصوا عشان اخلص من الموضوع ده اللايكريم هو الكماندات كانت مكتوبة ازاي وانت بتكتب الكماند بتاع static root اهو show running اهو الكماندين اهو كاتب iproot كذا كذا والسيريال كذا اهو configure terminal iproot انا باقدر الكماند تاني اهو ممم 3 zero 2555 2555 ضد 0 اخرج من السيريال كام 0 على 2 على 0 المفروض ده يا جماعة مكتوب جنبها كده واحد مسافة واحد ده ايه الاولوية بتاعاته ما كتبتيش هو بيحطانك بواحد ده الدفت طب الطريق التاني اهو بس هيبه من ايه مش من السيريال زيرو على 2 على 2 على واحد واخلي ده بدل واحد اخلي ايه 2 بقى القاسة عندك منين من اللي فوق اللي هو خارج منين يا جماعة من السيريال زيرو على 2 على زير ده ده البرايمري بتاعه ده قطع ينزل منين من التاني فكان المفروض انا بشرح لك الكومات ده اكتب لك مسافة ايه ابنستراتيب ديستانس ما كتبتهاش شغاله على الدفت حل تمام انتر اهو بص يا معلم مش هتلاقيه عمل loop balance دلوقت شو اي بي روت اذا الشبكة 3 زيرو مالهاش غير طريق واحد اهو من السيريال زيرو على 2 على ايه على زيرو طب لو الطريق ده انقطع اهو الطريق ده طيارته تعال بص كده شو اي بي روت تاني اوتوماتيك هتلاقي مين طريق مين طب رجع الطريق التاني طور اهو اعمل شو تاني كده اهو صح الكلام تمام؟ فيمشي من على الطريق اللي فوق شغال محمل على اللي فوق اللي فوق ينزل على تحت قصه مش منطقي انا عندي واحد دايلة فايبر واحد عامه دايلة أب بتخطي لفوق سيركت سويتشنج من تحت تهمش من ايه من على لازل لاين من فوق لازل لاين شغال شغال الخط انقطع ينزل هو اوتوماتيك من تحت تمام؟ تعال كده نشوفها هي الكوبي اهي وناخدها نحطها في النوت بعد دا اسموه يا شباب دا اسموه فلوتينج استاتيك اهو اهو طيب زي البشوانس علاق كان بيقول طب انا بقى لو عايز الراجل دا هو هدخله نت بقى هو انا عند الفراعين بتاع الشركة بيوصل لبعضهم والاجهز انا بيتكلم بعضيها وديني قلقة خالص وعندنا هنا سيرفر اوراكل بنكونكت عليه الناس بتاع المبيعات شغال معاكي وانت عامل الكنكشن والدينيا زي الفل صح؟ اهو ما واضح شبكة بتاعتنا ايه دا سيرفر اوراكل اهو مثلا يعني طيب انت بتعمل الكنكشن عشان الناس بتاع المبيعات اللي عادين هنا يقرر في خش على برنامج الاراكل اللي شغال عندهم هناك في القري ايهو انا بقون انت خطه نت كده اطلق تاعدها او دي اس ال ال مودم ايهو هنا كده راح فين اهو ويرلس اهو ويرلس لأشياء زي اللي عندك في البيب بالضبط راوتر اللي هو زي اللي عندك في البيب بتاع تيداته ده واروح جاي موصله بمين بالراوتر بتاع ايه بتحسيسك بايه اترنت كايبول اهو اهو تمام انا عايز خط من انت الواحده يعني انا عايز خط من انت الواحده انا عايز خط من انت الواحده وبدل الشبكة الايه الداخلية اللي عند الموصل عليها الجزء بتاع الايه طبعا ده لو عندي شركة صغيرة هاجب خط من انت على خط التليفون لو انا جامعة او شركة كبيرة باخب من تي داتا كبلاية فايبر لزلان على طول بدخلها في المودم الاش دي اس ال واخده على السيريال تمام؟ يبقى لو شركة صغيرة هاجب المعهد هنا التدريب المعهد التدريب يعمل اينا؟ خط راوتر نت زي اللي عندك في البيت ده خط راوتر نت اللي بي في بيت الابوتين انتنى ده شكل سريك وم او تي بي لينك او الكلام او الكلام ده واخده على الفتحة بتاعت الاثر نت بتاعت الراوتر وهها من شوية الكون فيجريشن اما لو انا قعد في جامعة او كلام من ده وجايب خط كبير بقى ليس دلان عشان نوزع لجامعة بحالها باخد من تي داتا خط ايه؟ فايبر ودخله على السي اس يو دي اس يو وادخله على السيرل بتاع الروتر واليه كون جرشنًا كده انا اخذها ان شاء الله في الواق انما هنا الكون جرشن بسطة جيدًا هو الروتر بتاع النيت ده مش هو بوتوماتيك شغال d hp server يعني انت عندك في البيت لما بتخش بالموبايل او بتخش باللاب مش انت بتعمل IP治lementing ويه يrzyك تأتيك صح كده , private IP ف الروتر بتاع النيت يا باش مهندسة شغال d hp server فانا هاخش على الانترفيس اللي قدامه ده ها واقول له خد الاي بي بتاعك من مين من الديج سيرفر لقدامك هابص ازاي اهو بايجي على الراوتر على الانترفيس اهو 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 configure terminal interface اسمها ايه الانترفيس زيرو على واحد اهو يا بشوان ديسا اللي هو اللي متوصله بمين بالراوتر بتاع النت اهو واقول له اي بي ادرس دي اتش بي بدل ما اديله الاي بي اقول له لا ده انت قدامك جهاز شغير ايه دي اتش بي خد الاي بي بتاعك منه وصرف معاه اهو ده ايه يا باش مهندس ده لما يكون مواصل الراوتر بتاع النت بالانترفيس اللي هي السيريال او الافر نت وعايز ياخد اي بي هو اوتوماتيك منين من الراوتر بتاع النت وبعدين نوش هتدوه بس ات اول حاج اهو يا باش مهندس اهو اهو ده الفتحة اللي عندي في الراوتر اللي انا موصلها براوتر النت قلت له اي بي ادرس دي اتش بي قلت له اي بي ادرس دي اتش بي قلت له راوتر النت ده اول ما بيشتغل اوتوماتيك بيوزع اي بيهاب برايفت خد لك اي بي منه لسه 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 لوق علي كده خد اي بي من الراوطر بتاع نتي صح كده تمام لسه هوا لسه 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 هوا خلاص كده اتفهمت الحزة دي يا شباب؟ يعني كومند بتاع دي اش سبي ده فيديته ايه؟ بقول له انت جان ودامك الجهاز شغال دي اش في سيرفر خد ايه؟ خد اي بي منه حلو كده؟ دي اش سي بي اه بتاع النت اللي هو الراوطر اللي عندك في البيت ما هو ده مستطل عليه الرول بتاع الدي اش سبي اهو لو جدي بصتي كده على الراوطر وارتله ايه؟ اهو الخط ايه نور اهو بقى زال فول اهو لو دخلت على الراوطر ده ده دلوقتي هتلاقي خد اي بي منه كام؟ ادي اش بي سيرفر اداني اي بي زيرو مية بصبنة ماسك 3255 من قال بقى للراوطر ده ان اي باك تجيلك ما انتش عارفها احدفها كده محدش قال له هاعرفه على حاجة تانية دلوقتي اللي هو اخر موضوع عندنا في الستاتيك اللي اسمه ايه؟ اسمه ايه يا شباب؟ الديفولت استاتيك رود اللي هو سكة اللي مالوه سكة دلوقتي انا بس وسطت التوصولة الفيزيكال عايز اقول له بقى يا راوطر اي شبكة انت منتش عارفها؟ تراح وطيب اخر شبكة عندي بعد ما دور في كل شبكات بتاعتي يعني ايه؟ انا عند شبكة واحد واثنين وثلتة واثبعة وخمسة في الشركة والله لو البكت رحل شبكة ستة شبكة ستة دي مش غوهة الشبكة عندك يطلحها بس بعد ما يتشك انها مش موجودة عنده الاول في فوقه وعشان كده ترفض التركة بين اخر طريق عندك الملازي الأخير بيسموه كده تمام؟ بدل من روتر يأحدثها على النات و هذه اتصلة فيها أسا أنا مش مطالب أروح جز الشبكة جوجل لخزنة عندي والشبكة فيصل لخزنة عندي والشبكة مصروي لخزنة عندي والشبكة المصروي لخزنة عندي من قال كده هو في طريق النات بودين لكل الشبكات دي وهو هم بقى هناك على روترات النات بتعديد مع لعبان حتان بقى شغالين روتنج بروتكون اسمه البيجي بي اللي رابط الاسابي ببعضها يسرط بقى نشرحهم في خمس تيام البيجي بيه ده مش موضوعنا دلوقتي تمام؟ اللي انا هقوله ده ده سكة اللي ملوه السكة وما لي عام التوصيل انت عملتها دي ده هو توصيل الفيزيكل خدت لينك لل اس بي انما مين اللي قال للراوتر لما يجي لك باكت شرك انت ما تعرفاش حدثة على اس بي اللي هتيبه حالا دلوقتي هاجي هو الراوتر ده هو بس بيش مهندسة كده عايز اقوله يا راوتر والله لو جالك باكت ماهيش مكتوب فيها واحد ولا اثنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة احدفها كده هعمل ليا بيش مهندسة هقول له هاجي هنا هقوله اجزت اي بيروت اربح تصفار لو جالك اي شبكة اي بكت باي باي سابنت ماسك اي بيروت اربح تصفار شبكة مسافة اربح تصفار سابنت ماسك معناه ايه لو جالك اي اي بي باي سابنت ماسك اي بكت مكتوب باي اي بي باي سابنت ماسك اخرجه من الفاصة 0 على واحد اللي هه مربوط بالنت بقى السياسي دي تمام طريق تاني واقع فهعمل لكم طريق ديفولت سادي كروت على اي اس بي بقى على ايه انتوا بتوجهوا على ايه انا معرفش تمام اهه اللي هي ايه من ضمن الاربع صفار صحة مش مهندس وعشان كده هو بيحطوا اقل اولوية فيهم بيحطوا في الاخر خالص يعني هو القلبي يشيك بتشك على ايه لو ما طلعش ولا فرع من بتوع ايه نطلع عليه وعشان كده ديفولت سادي كروت بيخزنه في اخر الجدول هتلاقي اخر طريق الجدول ده اخر اخر حاجة تروح لها خالص الباكت بتاحتك بتشك الاي بي بتاعها مع كل الشبكات اللي عندي في الشركة ما طلعيتش ولا راحل اي شركة داخلية عندي اخرج عبدالفولت انت عرف الدروت دا ما البيديل لإيه للدروب بدل مواقع الباكت اخرج العبدالفولت احنا عدنا اول سطر اول سطر بقى انتكون سطور تاني لا عدنا عبدالفولت دي بس اول سطر لا بس واقع الا اولوية الا اولوية الا اولوية الا اولوية اولوية كده الشبكة دي كده تاخد ميت كله تاخد ايه ميت كل الراوتر ده نت ولو وصلت عليه ولو وصلت عليه عشرين شبكة تحت بعشرين سويتش كل الناس زي داخل نت اه عايز بقى تعمل كنترول ده موضوع كان هتاخد شابتر ان شاء الله السلسطر الجاي اسمه مهام كده وانت كده حطيه طريق اسمه اي بي رو لو الراوتر احد يطور على الفيس. الباكت بتاع الفيس ده لوق اي بي طبعا. هيروح للراوضة. يبص على الشبكات بتاعته. مش موجودة عنه. يوم رميه عنه. صح كده? اصلا مش مطالب اقعد اخزن شبكات الفيس وشبكات الجوجل وشبكات بيها. لا هو طالب واحد دول كله. ها? اه? اه? فين الحتة بتاع المقارنة بتاعت الفيس. اهو اللي هو بقال ليس اقلت حاجة. خلاص اللي كتابت اهو. اهو. كوبي. اهو. بوصل شاكل البطارية ده عامل ازاي? جوا الجدول. جوا التابل. اهو. لو دخلت جوا التابل كده عملت ايه? شو اي بي روت. يا انها ربيض. شايفينه مرمي فين? هم? والرمز بتاعه ايه? اس استريك. اللي هو استاتيك ديفولت. فالاستريك معناه ان ده نت. والاس معناه اللي عمله للأدمن بأيديه. استاتيك. ها? تاني. الاستريك معناه ده طريق النت. اهو. 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 شو اي بي روت. طبعا باش مهندسنا عملت شو اي بي روت. الاس ده. رمزه استاتيك. استاتيك يعني ايه? الادمن حطه بايده. لانه بعد شوية ممكن ان شاء الله. بعدين ان شاء الله. نخلي الاس بف هو اللي يجيب له اختاريه النت. فيبقى الرمز بتاعه او استريك. فالاستريك معناه الديفورت بتاع النت. والاس معناه ان الادمن هو اللي قال له. لو انت ما انتش عارف اي حاجة. روح هنزيله على واحد. تمام? فهو لو جات له باكت. مكتوب فيها تمانية 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 تمانية. اربح تمانيات. اتشكى على الاول الانية. ما تمشيش. اتشكى على التانية. ما تمشيش. اتشكى على التالتة. ما تمشيش. اتشكى على الرابعة. ما تمشيش. اتشكى على الخامسة. ما تمشيش. من غير الديفولت كان وقح طب فيه ديفولت ده انا بقول له اي حاجة باي صبنة ماسك يخرجها من زور على واحد يوم رامل باكت دي زور على واحد ده الارباح تمنات ده الاي بي بتاع جوجل صح اهو اهو ده والله هي فين فين شتان فين اهو بص اه اهو تتعلم في الوصف ريسورت يعني ايه الملازي الاخير تمام لاست ريسورت يا توجد ايه المكتبال اللي خليه القارن يعني ياخد الاي بي وهنا بتخلي دقيو اه ده اندار البيهبر ده البحيبر بتاع البيهبر لما بيجي له باكت بياخد ديatzination IP بيرجحها لشبكة بتاعتها بيشوفت الاي بي شبكة بتاعي دي موجوده عنده في التيبر وليا بمشيها سطر سطر يعني 불�ك planet Elliot بتاع الشبكة والاقي الكارyl قارن لو ملاقاش موجود عنده في التابل يوقعها اه لو ملاقاش يوقعها طب لو لقاها يعديها طب هنا لما اخطي الديفورت لو ملاقاش اي واحدة منهم تنفع يتلعها عبداليفورت ماشي احنا عندنا الشرور كتابة اللابي قامنا مئة مية ستوتمانين خمسة زيلو كانش مارفونة في الروبطة مية ستوتمانين لأ معدرسي مية ستوتمانين اه اه تمام خمسة زيلو اه تمام الليه دي اه ماشي مش ماندسه 5.0 صح؟ 5.0 مش معرفها مش معرفها اه معرفتهاش معرفتهاش باي بيرو تمام لو فراح ما قال انا غلطت معرفتهاش اه هيتلحها على دفرت هيتلحها على دفرت اكسران تمام لو انا معرفتهاش دجول جدول زمان انت بتقولك في شبكة اسمها 5.0 نسي عرفها جوا الروترات موضة في اسوار لو حد بيبعت لها بكة وانت عامل دفرت هيرملك على دفرت عن طريق النت عن طريق النت عن طريق النت لو ايه؟ ده لو الراجل هناك في 5.0 عامل ريدي السربيوشن مش عامة مش توصل لدي شبكات برايبت دي كلها شبكات الشبكات اللي انا عملها دي كلها شبكات برايبت برايبت يعني ايه محدش من بره ان انت يجيبها فمش ايه خلاص دا شكرا اصلا 5.0 دي موجودة في المصرية و 5.0 دي موجودة في ودافون و 5.0 دي موجودة في التصالات هاديكم يعني ايه برايبت ومبليك دلوقتي تمام فالبيجيبي اللي برا اللي هو على اس بي ما بيعملش راوتنج على حاجات برايبت الرايبت دا يحصل له ايه متى راوتنج جو هتروح الوقتي اه ماشي راح البحر ماشي ها راوتنج فين جو خلاص كده في مشكلة عند حد كده طيب ممكن ناخد بقى البريك بتاع الصلاة ها